عزيزي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهول وهذه هي حلقة المهمة جدا في مراجعة المنهج وهي المراجعة النهائية نتمنى من الله أن تكونوا موفقين بإذن الله ويكون الأسئلة التي نستعرضها النهاردة مناسبة ومغطية كل هذه الأجزاء في بداية الحلقة برحب الأستاذة أمل مونير قبير الأحياء بوصورة التربية والتعليم أهلا وسهلا أستاذ ألم أهلا بيك أستاذك كيف أستاذك وحضرك طيب وحضرك طيب وخير بداية المراجعة هي بداية النهاردة إن شاء الله وبداية موفقة ونتمنى يكون امتحان الفيزيك كان سهل ومناسب لكم لكن حننسى على طول الامتحانات السابقة وأي تأثير منها هنخرج بسرعة من الامتحانات ونستعد من اللحظة الأولى لامتحان الأحياء وثق تماما لامتحان أحياء امتحان سهل بسيط في متناول الجميع ما فيه أي أسئلة تعقيدية وفيه وزير وفيه حاجات فوق المعتاد كله إن شاء الله في المتناول بإذن الله الحلقة النهاردة هتبقى مراجعة حول التكاصل إن شاء الله إحنا مقابضين مع بعض من الساعة 12 للساعة 2 هيبقى فيه مراجعة حوالين موضوع واحد هو التكاصل هنحاول نغطي كل حاجة في التكاصل النهاردة هنعمل كل اللي انتم عايزينه هتتصلوا بنا على التليفون وإن شاء الله يكون فيه اتصال بعد ما تكونوا ارتحتوا شوية من رجوعكم من لجنة الامتحان إن شاء الله هنشتغل التكاصل بطريقتين جزء الأول من الحلقة هيكون عبارة عن حل بوكلت عن التكاصل بنفس مواصفات الورقة الامتحانية بالشكل العام بتاعها والنص التاني من الحلقة إن شاء الله الساعة الأخيرة هنسمح فيها بالاتصال التليفوني وحيكون فيها مراجعة عن طريق الباوربوينت لمجموعة أخرى من الأسئلة والرسومات اللي احنا هنحتاجها دايما في فصل التكاصل أفكرك إن فصل التكاصل عليه 18 درجة ويعتبر رقم كبير جدا فعشان كده خسارة 18 درجة دولت لازم يكون مهتمين أوي بالتكاصل كمان بنبع عليكم إن النهاردة برضو هبقان للقاء آخر من 5 إلى 6 وهتكون حلقة مراجعة عن الدعامة والحركة والتنسيق الهرمون بكرة إن شاء الله نفس التوقيت من 12 إلى 2 هيكون مراجعة الدين ومن 5 إلى 6 هتكون مراجعة المنع أما الأيام الثلاثة الأخرى اللي هي هتبقى الخميس والجمعة والسب فدول إن شاء الله يكون فيهم من 8 مساء ل10 مساء نتناول فيهم مراجعات عامة حل بكلة عام كل مرة عشان نتدرب على الأسئلة وطريقة الحل في مجموعة كده لازم من نصايح تاخد بالك منها وعايز أقول لك وده مش أول مرة أنت هتمتحن طبعا تبقى لك أكتر من 5 إلى 6 انتحانات وهو في صفحة مكتوب فيها تعليمات خاصة بالورقة الانتحانية وطريقة الإجابة عليها هذه التعليمات بتقرأها كويس جدا وإذا كنت قريطها قبل كده أو عندك فكرة مسبقة خلاص ما فيش مشكلة بس لازم تبقى فيه شوية تنبيهات تكون عارفة خاصة بطريقة الإجابة فيها هذه الكراسة لأن موجودها ده معناه أن انت قريطها ووافق عليها ومتفق بها لذلك ما تعالش أي غلطة من الغلطات اللي ممكن تندم عليها فعلى سبيل المثال انت عندك 45 سؤال 45 سؤال مقصمين إلى 9 مجموعات بحيث آسف إلى 5 مجموعات بحيث كل مجموعة فيها 9 أسئل يبقى 5 في 9 بـ 45 كل 9 أسئلة 6 أسئلة الأولانين بيكونوا بدرجة وال3 أسئلة اللي بعد كده بيكون كل سؤال فيهم بدرجتين يبقى كل سؤال بدرجة من 1 ل 6 مثلا و7 و8 و9 دول بيعتبروا ايه بدرجتين بحيث تبقى مجموعة درجات كل مجموعة من الأسئلة 12 درجة ولأنهم 5 مجموعات يبقى 5 في 12 بـ 60 درجة دي درجة الايه؟ درجة الأحياء إن شاء الله كلنا بإذن الله ربنا يكرمنا ونحصل عليها كاملة بدون أي نقص ولو حتى نص درجة طريقة الإجابة تبتدي من أول صفحة ما بنجريش بناخد صفحة الأولانية في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخمسة رقم 20 دي عدد صفحات الكراسة بتأكد قبل ما ما بتدي الإجابة فيها إن الكراسة بتاعتي سليمة مش مقطوعة دبابسها سليمة عدد صفحاتها سليمة واضحة كل الكلام فيها واضح علشان لو أنت جاوبته جيت في النص لقيت فيه غلطة في دبوس في ورقة نقصة ورقة مقطوعة مش هتعرف تغيرها لأنك هتكون جاوبت أكتر من نصها وبالتالي بأنت الخسرات عشان كده تأكد في بداية الحلقة آسف في بداية اللجنة إن كون الكراسة كاملة سليمة ما فيهاش قطع ما فيهاش صفحة نقصة ده بالاشتراك مع المراقب اللي موجود أو الملاحظة الموجود معك في اللجنة أي استفسار يخص لازم تسأل فيه ما تسكتش لازم تطمن إن ورقتك سليم دي مهمة جداً كنحية أولية في تعاملك معاك نمرة اتنين لازم تكون مستحب معاك أدواتك الشخصية متعتمدش على الآخر لأن طبعاً أنت تبقى محتاج في الامتحان ألم جاف ومعاك ألم احتياطي ولازم يكون معاك ألم رصاص ولازم يكون معاك أستيكا ومفيش مانع إن يكون معاك ألا حسبة لربما يكون فيه تعامل رياضي في إحدى أجزاء المنهج وإن كان ده مستبعد تقريب لكن إحنا بنعمل كل اللي مطلوب مننا علشان ما نبقاش عندنا أي مشكلة في نقص إمكانية أو نقص أي أداء من الأدوات اللي أنا بستخدام عصابك إن شاء الله هتكون هادية وهتكون متحكم في عصابك نايم قبلها عدد ساعات كافي من النوم مش أقل من 7 إلى 8 ساعات ومش أقل ومش أكتر يعني ما تنامش أقل من 7 وما تنامش أكتر من 8 عشان ده هو اللي ينسب راحة دماغك وجسمك وتكون ذهنك صافي ما توطرش نفسك الصبح يوم اللجنة يعني ما تجيش يوم الصبح في بداية اللجنة وتكون شايل حاجات عايز تذاكرها لا ما ينفعش بداية اللجنة مش مفروض دي أنك تذاكر طيب مفروض أن أنت بتقوم تتشطف تلبس تروع على لجنتك توصل لجنتك قبل دخولها بربع ساعة فقط لغير آه ممكن تكون المواصلات تعملها مشكلة اخرج بادري ما فيش مشكلة لكن ما تقربش من باب اللجنة إلا لما يكون متبكع 10 دقيل أو ربع ساعة عشان مش عايزك تقابل حد من صحابك اوه هتقابل حد من صحابك وانت داخل اللجنة ليه علشان ما يسألكش وتسأله وعلشان ما تعتقدش أن السؤال اللي جاوبه لك هو أجابته كانت الصح وانت اللي كانت جوه زهنك غلط فيرتب لك أو يبغز لك الترتيب اللي انت كنت تحطه أو المساكرة أو يقلل من ثقتك في نفسك لو اتقابلت مع زميلك يبقى يضحك وفرفش وهزل وما تتكلمش في المادة اللي انت داخل تمتحن فيه نفس النصيحة لما هتخرج من اللجنة كأن شيئا لم يكن انسى خالص اللي انت عملته لان اللي جاي أقصر أهمية من اللي فات حيبقى فيه بعد كده عندك كيميا وبعد الكيميا جلوجيا انت مش هتقعد تدور بقى على الأحياء او ندور على الفيزياء لشان كده دايما بقول انك وانت داخل ما لكش علاقة باللي حواليك وانت خارج ما لكش علاقة باللي حواليك اوليك علاقة بالمادة اللي انت امتحنت فيه مش عايزك تبقى متوتر ولا قلقان وعندك ثقة في نفسك لانها ثقة في ربنا الاول وبعدين ثقتك في نفسك ساعدك تماما على انك تكتاز الامتحان الوحيد الامتحان اللي انا بتطميله انك تخش وانت حاسس ان انت مجمع عدد من الدرجات من قبل ما تدخل هو الأحياء يعني اقول مثلا على الاقل انا عندي اسئلة اختار متعدد ان شاء الله ضمنها انا عندي رسومات هقدر ارسمها واكتب بياناتها تهس كده ان انت عندك بعض الاشياء اللي تعلمها قبل الدخول الى الامتحان اسئلتك بالكراسة 45 سؤال اتأكد انهم من واحدة 45 اتأكد ان في اسئلة فيها اختيارية عشان اختار ما بينها برضو كنا بنتكلم مع اسئلة امل في جزئية انه لما تيجي تجاوب بين الف وبا وديه نقولها اسناء وانحنا بنشرح لا جاوب احدهما واترك الاخر دلوقتي ولما تنتهي من 45 سؤال كاملين ابدأ ارجع للصفحة تاني وابتأ جاوب السؤال اللي انت كنت سته اللي هو اضافي وليس اساسي انت بتضيفه فوق البيع واذا ما كانش له مكان في الكراسة او في صفحات الكراسة يبقى ممكن تجاوبوا في المسواد ده اللي هي بتكون في نهاية الكراسة مش اقل من 4 الى 5 صفحات موجودين في الداخل مش عايز اكتر كتير في الكلام دوت عشان ما سبب لكش لا لكن اتمنى ان انت تكون عندك خبرة كافية في التعامل مع الامتحان وعصابك تكون هادية وانقلل من التوتر ويبتجي الحال سؤال امل انا اسف ان انا طولت في مجموعة التنبيهات لاني انا همني ان الطالب يكون مرتاح نفسي دي تنبيهات الطلبة محتاجها فعلا وحضراتك ده يختار الوقت المناسب وهم كانوا مستنين منك ده حضراتك علامة وخبرة في المجال ده وهم مستنين الكلام ده عشان يهدئ عصابهم لان ده يمنح حضراتك بتركز على نقطة مهمة قوي ان توطر العصاب والشد اللي انت وزمايلك ممكن تعملوه بعض فترة الصبحية دي او قبل دخول اللجنة ده ممكن يرفع عندك ادرسها بقى في الاحياء الادرينالين يعمل لك زغلالة يتعبك طب و لزومه ايه خلاص احنا زكرنا واستوعبنا وتعبنا طول السنة واحنا واسكين تماما من مجهودكم واسكين اللي انتو عملتوا اللي عليكم الباقي بقى ان احنا نركز عشان مضيعش تعبي وتعب اهلي معايا طول السنة ركز وقرس سؤال بعناية وزي ما القصوص حسن اشرلك احنا حلنا كتير ولسه هنحل كتير استمروا معنا في المراجعات عم جهزن لكم حاجات كويسة جدا شاملين كل حاجة في المنهج ان شاء الله ان شاء الله ما يخلوكش عنها الانتحان انت داخل متطم من الانتحان يبقى عايزين تركيز عايزين ثقة بالله وثقة بالنفس كده ان شاء الله نحقق الدرجة اللي احنا محتاجينها والاحياء مادة حلوة لذيذة مادة سهلة قوي ان انا احصل فيها على الستين درجة بايه دك انت بتركيزك انت مراجعتك الايام الجادي وتركيزك سابعتك الانفعالي يحقق لك ان انت توصل للدرجة النهائية ان شاء الله بداية معنا بوكلة على التقاصر والبوكلة تقريبا نشامل 45 سؤال او 57 بقى سؤال لانه 45 وفيهم كمان 12 سؤال اختياري يبقى عندك عدد كبير جدا من الاسئلة مغطين كل اجزاء التقاصر تعال نشوفه بسرعة مع اول سؤال من هذه الاسئلة السؤال اولاني بيقول اجب عن احد السؤالين الف او با لما قولي اجب عن احد السؤالين التازم اجاوب عن احد السؤالين طب نفترض اعرف الاثنين اجاوب اللي عارفه الاول والتاني اخره شوي طب اختيار متعدد مش مساعد لنا اخره خلاص جاوبه جاوب الاثنين في الحالة دي طالما اختيار متعدد السؤال اولاني بيقول اختر الاجابة الصحيحة الهدف من تحول لقاحة الاسبيروجايرة الى لقاحة جرثومية هو الهدف هو ايه هل اتمام التقاصر اللاجنسي ولا اتمام لانقسام الميتوزي ولا تحمل الظروف غير الملأمة ولا انتاك خط اسبيروجايرة جديد كان ايه الهدف من تحول لقاحة الاسبيروجايرة الى لقاحة جرثومية طبعا تحمل الظروف الغير ملأمة راكنجين رغم ان في بعض الاجابات تبدو كأنها سليمة علميا ولكنها غير مناسبة بالضبط السؤال بيقول تحول لقاحة الى لقاحة جرثومية ليه عمل حوالي نفسه جدار سميك عشان يتكسر طبعا وفي الوضع الطبيعي كان هيتكسر يبقى عشان يقدر تحمل الظروف الغير ملأمة سيدة عمل انت هتزللي على انا حرف من 5 من 4 جيم طبعا هنهتزلل على جيم على حرف جيم طب لو ظللت جيم وظللت كمان الف وسبت الاثنين متزللين ومشيتي الاجابة كده هتبقى غلط الاثنين حتى لو فيهم واحدة صحة طب لو انت زللت به واكتشفت ان به غلط وروح تمزلل جيم ماذا تفعلي في به هاجي جنب به وقم عامل علامة اكس وقت بلاغي تمام طيب لو انا عملت الف ومش يعني سؤال اولاني ده وشكك في نفسي النتيجة اعمل ايه احل به تمام به بقى السؤال التاني بقول ايه اختر اجابة صحية اذا كان عدد الصبغيات في خلايا نبات المشيجي للفجير بسوء 18 صبغ فان عدد صبغيات في خلايا الارش جونيا كم صبغي ارش جونيا محمولة على النبات المشيجي تمام هلهم 18 صبغي ولا 36 ولا 9 ازواج من الصبغيات ولا 36 زوج من الصبغيات اختر اي اجابة تكون مناسبة ولماذا 18 صبغي لماذا لان عدد الصبغيات النبات المشيجي دي نون و18 يعني نون بتاعتنا 18 طب ما ممكن اشك اقول طب ما انا ممكن اقول 9 ازواج ما هي 18 ما عشان كده اه ما ممكن يكون 9 ازواج لا لما بكون بتكلم عن نون لا يفضل غير صحيح ان انا اتكلم عنه بصوبة ازواج نون واحد المجموعة الصبغية بقولها كعدد ما قلهاش كازواج لان هما مش متمثلين عشان اتعال معهم كأن هما ازواج تمام يبقى 18 صبغي 18 صبغي طب واحد يقول لي طب ما انا ممكن اختار جيم ما هيجيم 9 ازواج من الصبغيات هقول له غلط ليه ما هما 9 ازواج من وجهة نظر برضو 18 صبغي وبالتالي الف وجيم متشابهين هقول له لا الف تدل على انها نون مجموعة صبغية جيم تدل على انها اتنين نون مجموعة صبغية هنا اخترناها نون علشان هي خلية موجودة في الارش جونيا المحمول على النبات المشيج وكلهما احادي المجموعة الصبغية ننتقل لسؤال تاني وهو سؤال برضو عنوانه اجب عن احد السؤالين الف او بال الف علل تقاصر الخميرة بالتبارهم لا يعد انشطارا سنائيا باء يعتبر ثبات التركيب الوراثي للاجيال من اخطر عيوب التقاصر الاجنسي ممكن يكون انا عن نفسك حسن محرم شايف ان الاولاني بالنسبة لي اسهل من التاني وحضرتك ممكن تكون شايفة ان باء هي الاسهل من الاولاني كل واحد حر اختار اللي اعجبه فانا اختار الاولاني الف وهجوب تقاصر الخميرة بالتبارهم لا يعد انشطارا سنائيا هقول لانه الخليتين الناتجتين عن التبارهم غير متساويتين في الحج بينما ما ينتق بالانشطار السنائي يكون متساويتين بالحج دي رقم واحد نمرة اتنين ايضا في تكملة الاجابة ان التقاصر بالتبارهم يبقي على الفرد الابوي بينما الانشطار السنائي يؤدي الى اختفاء الفرد الابوي او يتلاشى الفرد الابوي بالانقسام يبقى الانقسام مش متساوي في حالة التبرعوم لكن هو متساوي في الانشطار السنائي. والفرد الابوي موجود في حالة التبرعوم لكنه يتلاشى في في الانشطار. ده اجابتي عن الف. طيب لو انا اجوبت عن بان. يعتبر السابت التركيب الوراثي لاجيال من اختر عيوب التكاسر اللاجنسي. لانا في السابت الوراثي الافراد الن Matthij بتحمل او بتتسلم سورة لطبك الاصل الموجودة في الفرد الابوي. فبالتالي الذي لا ينجح فيه الاباء لن ينجح فيه الابناء. لان انا واخد صورة طبك الاصل. فاي التغيرات ممكن تقدر او تحصل في البيئة لاستطيع الفرد الناتج ما التقاشر الاجنسي انه يواجهها ويتكايف معها لعدم قدرته او قدرة الاباء على التكايف. وده طبعا لانه بيحمل زي ما اتفقنا نسخة طبك الاصل من الموجودة في الفرد الاباء. دي كانت الاجابة شايفيني المسافة قد ايه تحتها من السطور دي. كل السطور دي انا عايزك تكتب فيها الاجابة. فكتبت الف خلصت الف وعايز اجاوب به ماشي. بس مش دي الوقت. امتى? بعد مخلص الخمسة واربعين سؤال ارجع اجاوب. نيجي ليه السؤال رقم تلاتة بيقول اجب عن احد السؤالين الف او باء. اكتب المصطلح العلمي. الاعضاء الجنسية التي يتكون بداخلها الامشاج الزكريا والانسوية. بنسميها ايه? بنسميها المناسل. المناسل. في بعض الناس وهي بتتجاهل كلمة المناسل. لا ده كلمة مهمة جدا. تمام. باء اكتب المصطلح العلمي. صورة من صورة التكاثر الاجنسية تكاثر بها الاسبورزويتات. ده التقطع. ده صورة اسمها التقطع. تمام. اجاوب لاثنين فوقت واحد. اه مفيش مشكلة. كلمة. بس زي ما بقول في التنبيه دايما هفضل هقولها ومش هتأخر. اكتب الف وجاوب الف. واكتب به وجاوب به. يعني اكتب الف ما نشجع به خالص. الف المناسل. ب التقطع. طب نفترض ان انا من كتر ما انا الان كتبت الف التقطع. وبه المناسل. للأسف هتعتبر خطأ. تعتبر خطأ. مش هاخد ولا درجة. صار. رغم ان المجاوب الاثنين. من مشطوب منه. يبقى التركيز هنا مهم جدا. اللي مش مطلوب منه. تمام. عندي في السؤال الرابع بيقول ما اسم الخلاسين وما اهميتها. طبعا هو معتمد على الرسم. بص على الرسم ونشوه. ما اسم الخلاسين وما اهمية الخلاسين. ما اسم سين. اه سين دي السباحات المهدبة. دي سباحات مهدبة. اخد عليها النص. اهميتها عشان اخد النص التاني. اه هي تعتبر المشيج المذكر المسؤول عن تلقيح بوائدة الارشيجونيا لتكوين الزاجد الذي ينقص مكونة نتور الجرسوم. يبقى مسؤوليتها اخصاب الوائدة. وتكوين الزاجد. المسؤول عن تكوين النبات الجرسومي. دي كانت اجابة السؤال الرابع. سؤال الخامس. بيقول فسر. الافراد الناتجة من التوالد البكري قد تكون احادية او سنائية المجموعات الصبغية. تمام. الافراد الناتجة من التوالد البكري قد تكون احادية او سنائية المجموعات الصبغية. متى تكون احادية? الافراد الناتجة ممكن تكون احادية كما في زكر نحل العسل. زكر نحل العسل نتج من بوائدة غير مخصابة فهو احاد المجموع الصبغية. ده توالد بكري طبيعي والنجنين ناتج من مجموعة احادية. تمام. اه السنائية برضو تولد بكر طبيعي موجودة في حشرة المن لان حشرة المن بيكون عندها مجموعتها السبغية اتنين نون وعندما تنقسم تنقسم ميتوزي لتكوين امشاجها او بويضتها يعني اتنين نون برضو يبقى لتنين افراد نتجة من تولد بكر طبيعي ولكن واحد نتج من مشيج من بويضة بويضة نتجت من انقسام ميوزي للمبيض الموجود في ملكة النحل والسنائية المجموعة السبغية نشأت من انقسام ميتوزي في مبيض حشرة المن تمام لكن أنا ممكن كمان أضيف والتوالد البكري الصناعي يؤدي إلى تكوين أفراد صناعية المجموعة الصبغية لأن عملية التنبيه اللي بيحصل للبويضة بيضعف مجموعتها الصبغية فتصبح اثنين نوت يبقى في حالة وحادية المجموعة الصبغية هقول بس في ذكر الناح لكن في الصناعية ممكن أقول حشرة المن صناعية وقدر أقول من ينتق بالتوالد البكري الصناعي سؤال رقم ستة ماذا يحدث في حالة حدوث تلقيح وعدم حدوث إخصاب في النبات المشيجي الفجير حدث تلقيح وصلت السابحات المهدبة إلى البويضة أو الأرشيجونيا لكنها لم يحدث لها إخصاب البويضة المتوقع أن يحصل لن يتكون الزيجوت فبالتالي لن يتكون الطرق برسومي فتتوقف دورة حياة الفجير بالضبط كده يبقى مش حتكون الزيجوت وما فيه الزيجوت يبقى فيه نبات جرسومي ولما يبقىش فيه نبات جرسومي تبقى توقف تدورة حياة نبات الفجير سبعة وضح بالرسم الإلكتران الجانبي للأسبروجير وبيسيب لنا مساحة كافية زي ما أنتم شايفين قد إيها هي ترسم فيها الإلكتران الجانبي للأسبروجيرا كما وجدت في كتاب الوزار سوز عمال هترسم لنا مراحل أو خطوة إزاي بتم عملية الإلكتران الجانبي بين خليتين متجاورتين أنا بحاول أعمل الفاصل اللي بين الخليتين وهنحط هنا المادة الوراسية وهبدأ أقور البروتوبلازم في أحد الخليتين لتنتقل إلى الخلية الأخرى ولو حبيت أن أنا أكمل إيه اللي هيحصل لو حبيت أكمل الرسم بتاعي بعد كده هعمل الخليتين وهعمل خلية منهم هيكون فيها اللاقاحة والخلية الثانية هلا تحتوي على اللاقاحة أو الزيجوت يبقى دي فيها الزيجوت أو اللاقاحة والتانية أصبحت فارغة من الزيجوت وكمل الانقصال بتاعتي بالشكل الطبيعي بتاعي لو عايز أكملها يبقى أنا معايا الزيجوت وابدأ أدي له نوع من أنواع التخشين كده الجدار بقى عشان أقول عليه الزيجوت أنا عايز أميز قوي بين الزيجوت طبعا اللي اتنين اتنين نون والزيجوت برضو اتنين نون لكن زي ما اتفعنا الفارق بين اللي اتنين إن الزيجوت بيكون محاط بجدار سميك عشان يحميه من الظروف البيئية بعد كده هبدأ أعمل الانقصام اللي هيحصل معايا الانقصام هيكون لي أربع خلايا هتتحلل تلاتة وتتبقى واحدة والواحدة دي هتبدأ تنمو وتكون لي طبعا برضو ما احتفاظي بالجدار السميك وبعد كده ممكن أعمل الخطوة اللي وراها عشان تبدأ تنمو وتكون لي خط طحلوبي جديد بالانقصامات الميتوزين تمام حتى لو في الامتحال رسمت المرحلة الأولى فقط والتي كتبت فيها في الكتاب تحتها اكتران جانبي وما كملتش باقي المراحل برضو مش هتعاقب تاخد دراجتك كاملة لأن ما ذكر في الكتاب في هذه الجزئية طبعا رسمت لكم الإجابة السليمة مية في المية لكن عايزة طمينة لو جالك تران سلامي ورسمت المرحلة اللي في الكتاب بس اللي ما بعدهاش مراحل تاني انتوا عارفين فيه مراحل مشتركة ما بين السلمي وما بين الجانب ورسمت بس مجرد الاكتران وانتقال محتويات احدى الخليتين إلى الخلية المجورة لها من خلال فتحة في الجدار الفاصل وكتبت بياناتك على الرسم تاخد دراجتك ايه كاملة تمام لكن من الأفضل منت بتكمل ما بعد الاكتران من تكوين زيجوت ثم زيجوسبور ثم انقسام ما يوزي ثم تحلل ثلاث خلايا ثم انقسام ما يتوزي لخلية الرابعة وتكوين خيط تحلوبي جديد ده هو بعد الاكتران الجانب عندنا سؤال سيدة امال بيقول ما المقصود بي الفكرة العلمية لزراعة الانسجة واهميتها يبقى هو مش عايزك تتكلم على زراعة الانسجة ككل فيه ناس هتكتب وتحط كل حاجة وعلى فكرة ممكن تكتب زراعة الانسجة كاملة وتاخد صفر لانك كتبت زراعة الانسجة لكن لم تذكر بداخل زراعة الانسجة الفكرة العلمية ولم تذكر اهمية زراعة الانسجة إذا العنصرين أنا عايزهم من السؤال أنت ما جاوبتهمش لكن كتبت بقى في زراعة الأنسجة تفصل خلايا الجزر أو خلايا الطباق توضع فيه ممبت غذائي من لبن جوز في الهند وتتكون بادرات جديدة كتبها هي زراعة الأنسجة بسخد صفر ليه؟ ما قالش الأساس العلم لأن كل الكلام اللي جاوبه ده لم يتضمن الفكرة العلمية الموجودة ولم يتضمن أهمية زراعة الأنسجة بالنسبة للإنسان إيه فلو هنجاوب هنجاوب الجزئين اللي أنا عايزهم الفكرة العلمية بتستاني بتقول إيه؟ بتقول أن الخلية المحتوية على المعلومات الوراثية الكاملة تكون فرضا جديدا إذا وضعت في ممبت غذائي مناسب ده إيه؟ دي الفكرة العلمية طيب أهمية زراعة الأنسجة حاجات كتير جدا أولا سرعة الإنتاج أو سرعة الإنسان لإكسار اثنين الإنتاج سيكون بأعداد هائلة أو وفيرة نمرة ثلاثة سيحافظ على سلالات مهددة بالانقراض أو نادرة الوجود أربعة اختصار وقت الزراعة اختصار وقت الزراعة لأنه فترة زمنية قصيرة كمان بحافظ على سلالات ذات صفات وراثية مرغوبة أو جاية دي الأهمية يبقى أنا ذكرت الأهمية ومن قبلها المفهوم العلمي لكن ما شرحتش زراعة الأنسجة كاملة سؤال التاسع بيقول أذكر مكان ووظيفة قناة الإكتران مكان قناة الإكتران ووظيفة قناة الإكتران مكانها تكون بين كل خليتين مش هقول متجاورتين بقى متقابلتين لأن قناة الإكتران بتتكون في الإكتران السلمي يبقى بين الخليتين المتقابلتين للخطين التحلبيين المتوازيين وظيفتها هتنتقل من خلالها محتوية أحد الخليتين إلى الخليات الأخرى لتكوين الزيجوت أو اللاكاح تمام يبقى بحدد المكان بحدد الوظيفة بنقابل بعض المشاكل وأنا أقول لكم كل مشكلة وحلها بعض الطلبة بتكتب تحت المكان تكتب الوظيفة وتحت الوظيفة تكتب المكان ممكن المصاحح يد صفر رغم أنه ده أمر يعني صعب شوية لكن وليه نغلط تحت المكان يبقى المكان وتحت الوظيفة يبقى الوظيفة كمان لو جد والده مقارنة برضه وتقارب بالحاجتين اتنين وبدلت الحاجتين اتنين في الكتابة بتاخد صفر رغم أنه انت كتبه صح يبقى مهم جدا أن تكون عندك قوة تركيز أثناء الإجابة ما تسرحش نيجي ليه السؤال العاشر بيقول أجيب عن أحد السؤالين ألف أو باء ماذا يحدث في حالة غياب أشباه الجذور من النبات المشيجي للفجير أو أجيب السؤال بيه ماذا يحدث في حالة تمزق فطر الخميرة إلى قطع منفصلة يبتدي بألف ماذا يحدث في حالة غياب أشباه الجذور من نبات المشيجي للفجير نبات المشيجي للفجير؟ النبات المشيجي للفجير ما عندهش أشباه جذور النتيجة؟ لن يستطيع انتصاص المية والأملاح من البيئة أو من التربة وبالتالي قد يؤدي إلى موت النبات المشيجي فتتوقف دورة حياة الفجير لعدم قدرته على تكوين غذاءه لأنه كان محتاج ماء وأملاح لتكوين الغذاء يبقى زي ما أستاذ الأمل قالت كده بالزبط غياب الأشباه لن يستطيع النبات المشيجي للفجير من تصاص الماء والأملاح من ماء التربة دي رقم واحد وبالتالي لن يستطيع تكوين الغذاء مما يؤدي إلى موته سؤال باء ماذا يحدث في حالة تمزق فطر الخميرة إلى قطع منفصلة؟ لو أنت بتقرأ وأنت مش واخد بالك حتكون إيجادتك خطأ تتوقع ممكن يقولوا إيه؟ اللي هم ما يقولوه؟ أول ما يقولوا التمزق وقولك تتجدد آه هتتجدد غلط طبعا أرجع لفطر الخميرة فطر الخميرة ليست من الكائنات التي تتكاثر بالتجدد يتبرعا فقط ولكنها تتبرعا فقط إذن لما تتمزق فطر الخميرة إلى قطع منفصلة تموت فطر الخميرة يبقى حينموت فطر الخميرة ولا يتكاثر ليس توسيل التكاثر مش أي كائنات حتى ولو كانت بسيطة يمكن أن تتمزق وتعطي كل فرد منها كائن جديد أو فردا جديدا ده ما حصلش إلا من خلال بعض الأمثلة وذكرت لك في الكتاب سؤال رقم 11 بيقول اكتب المصطلح العلمي حالة خاصة من التكاثر الجنسي تعتمد على وجود المشيج المؤنس ده التوالد البكري ده التوالد البكري عادة التوالد البكري لا يتم من خلال أو غالبا ما بيتمش إلا من خلال المشيج المؤنس فقط سؤال رقم 12 علل يعتبر التكاثر بالجراثين من أفضل صور التكاثر اللاجنسي لماذا؟ لأن التكاثر بالجراثين بيتميز بتلات حاجات أولا غزارة الانتاج تاني حاجة بيتحمل الظروف القاسية لأن الجراثم بتكون محاطة بالجدار سميك تالت حاجة قدرة على الانتشار لأن عند انفجار الحافظة الجراثمية أو تفتكها ده بيؤدي إلى انتشار الجراثين إلى مسافات بعيدة يبقى ممكن نقول تلات نقطة تاني أول حاجة أنها تقدر تتحمل الظروف القاسية لوجود الجدار السميك غزارة في الانتاج لأن الحافظة بتحتوى على أعداد غفيرة جدا من الجراثين الانتشار لمساخات بعيدة عندنا سؤال آخر بيقول اختر الإجابة الصحيحة الطور المعدي لأنسى بعودة الأنفلس اللي لما بيوصل للبعودة يسبب لها المرض هل هو السبورزويت أم الميرزويت أم الطور المشيجي أم الطور الحركي الطور اللي بيعدي أنسى البعودة الطور المشيجي الأطوار المشيجية تبقى الأطوار المشيجية هي اللي بتسيب لكن لو كان قلنا الطور المعدل للإنسان كنا اختارنا الأسور الزويت تمام سؤال رقم 14 فسر توجد أغراض أخرى للانقسام الميوزي خلاف تكوين الأمشاك يعني احنا خلاص عرفنا مبدأ أن الانقسام الميوزي بيحدث عند تكوين الأمشاك أو يلزم لتكوين الأمشاك انقسام ميوزي وده غالبا بيحصل لكن بتوجد أغراض أخرى للانقسام الميوزي خلاف تكوين الأمشاك فعلى سبيل المثال على سبيل المثال الاكتران اللي حصل للإزباير جايرة بعدها بعد تكوين الزاجوت كان لازم يعمل انقصام ميوزي عشان يعيد العدد الصبغي مرة أخرى أحد المجموعة الصبغية لأن خط الإزباير جايرة أحد المجموعة الصبغية ولا ينتق عن ذلك ما كونتش أمشاك أمشاك لكن أنا أعدت المجموعة الصبغية أحدية مرة أخرى تمام يبقى رقم 14 سؤال شوية فيه نسبة غموض لكن احنا بنقول كل الأسئلة 15 تعتبر دورة حياة نبات الفجير مثالا لظاهرة تعاقب الأجياد ليه دورة حياة الفجير مثال تعاقب الأجياد أنا بقول اللي حافظ تعريف تعاقب الأجياد يوظفه في هذه الإجابة بمعنى هقول يتعاقب في دورة حياة نبات الفجير جيل يسمى الطور الجرسول يتكاثر لا جنسي معجيل يسمى الطور المشيجي يتكاثر جنسي أو أعكس أجيب المشيجي في الأول يبقى يتكاثر جنسيا معجيل يتكاثر لا جنسي من اللي بتكاثر جنسيا الطور المشيجي أو النبات المشيجي والجرسومي النبات الجرسومي ده بتكاثر لا جنسيا بالجرسومي يبقى 15 بعلل ليه دورة حياة نبات الفجير مثالا لظاهرة تعاقب الأجياد أي يتعاقب فيها جيل سناء المجموعة الصدغية مع جيل أحاج المجموعة الصدغية نيجي نقول السؤال رقم 16 أجيب عن أحد السؤالين ألف أو باب السؤال أقول لنا أستاذ أمل والتاني رسم والولد ممكن يبقى عنده فضول فيرسم الرسمتين أخاف أو جاء هتضيع منه وقت ومساحة نأجل رسمة التانية لبعض السؤال رقم 45 نرسم الرسمة الأولانية عايز أرسم التقاصل بالجرسيم في فترة عفن الخبز تمام هنرسم الرقد بتاع عفن الخبز طبعا بيكون عندي أشباه جزور أنا رسمت حفظة مقفولة فيها الجرسيم وأرسم الحفظة التانية مفتوحة عشان أقولي أن انطلقت منها أو خرجت منها الجرسيم هاخد جرسومة منهم وابدأ أعمل لها عملية انبات للجرسومة دي بدأت تنبت الجرسومة هي لو وجدت الوصف المناسب هحط البيانات دي عبارة عن أشباه الجزور دي حفظة جرسومية ده حامل جرسومي ودي طبعا الجرسيم ودي جرسومة في حالة انبات انبات جرسومة بنوضح من خلال برضو الرسم ده استيسا عمل انه لما يقولي التكاثر بالجرسيم لازم أرسم دورة حياة كاملة يرسم الفطر وارسم جرسيمه والجرسومة بتسقط على التربة والجرسومة بتنبت عشان تديني فطر جديد لان ده التكاثر بالجرسيم لكن لما يقولي يوضح بالرسم فطر عفن الخبز بس مش لازم أعمل كل ده أعمل بس الفطر كفاية اذا اخش باخد بالي ازاي الرسم طب لو انا ما عنديش قدرة ارسم التكاثر بالجرسيم او شايف انه ممكن ياخد وقت اطول نشوف باب وضح بالرسم فقط مع كتابة البيانات عملية الاخصاب في النباتات الزهرية عملية الاخصاب في فرق بين عملية الاخصاب في فرق بين مبيض ناضج معنى الرسمة واحدة ومالفرق ايه حجم البيانات لما يقولي قطاع في مبيض ناضج انا احطه مش اقل من عشر بيانات على الرسم وده مش مطلوب ان انا احطت بيانات كتير جدا الا لو انا حددت بيان او اتنين او تلاتة بس عشان ادرجة قليلة لكن لما اقول عملية الاخصاب المراضي هضيف جزء جديد على الرسم الأجيب اللي هو مرحلة انبات حبة اللقاح وهي على الميسم وكفية بس ان انا اكتب حبة لقاح نابتة واضيف بيانات عمبوبة لقاح والنواتين الزكريتين وده يعتبر كافي مش لازم اكتب كل البيانات الداخلية فلو حبينا نرسمها سيد امن لقطاع في مبيض بيوضح عملية الاخصاب في النباتات الزهريت كأنك بترسم فازة بالظبط حاجة كده طويلة وليها قرورة وانتفاق من تحت وفوقها فيها ميسم سيد امن بترسمهن طبعا احنا بنرسم المبيض بعد المبيض البويضة وبعد البويضة الكيس الجنيني وبعد الكيس الجنيني بوزع بقى الخلايا والانوية جوة في خلية تبقى قدام النقير بنسميها بيضة واللي علي منها وعلى شمالها بنسميها خليتين مساعدتين تلت تلت خلايا سيد امن ماشي كده تمام بيحصل تدخل في الصورة وراسك بتبني في الصورة كده هنكمل بقى الميسم تمام احط بقى حبة اللقاح ها حبة اللقاح والانبوبة حتى لو مش كاملة بس على الاقل اه بنوضح الانبوبة اللي فيها النواتين الزكريتين والتانية النواتين وطبعا اه زي ما قلت اه اه انا اخترت ليه الرسمة ديت او اللقلة لما تيجي تحط امتحان بتختار رسومات قليلة البيانات عشان ما ترهقش نكتكتب بيانات كتير انا كل اللي يهمني بس ان انا احدد فين انبوبة اللقاح فين حبة اللقاح وفين النواتين الزكريتين لان دي هي رسمة عملية الاخصاف في النباتات الزهرية تفرق كتير لو قلتلك وضح بالرسم قطاع في مبيض نظر ما تضيفه ساذة عمل هي بيانات اضافية ممكن تحطها وممكن ما تحطهاش لكن احنا انا تم بس بالتلات بيانات اللي انا قلتلكو عليها انبات حبة اللقاح ونواتين وانبوبة اللقاح والنواتين الزكريتين طيب عندنا السؤال اخر من الاسئلة بيقول ما نوع التقاصر اللاجنسي في الكائنات الحية التالية ما نوع التقاصر اللاجنسي في الكائنات الحية التالية عندي الضفضعة والبراميسيوم فطر الخميرة عيش الغراب فطر عيش الغراب نكتب قدام كل واحد من دول ايه بالزر الضفضعة تقاصر اللاجنسي فيها بيتم عن طريق السزع طوارد البكر الصناعي طوارد البكر الصناعي البراميسيوم الانشتار الصناعي فطر الخميرة التبرعم فطر عيش الغراب عن طريق الجراسين تعمدت ان انا حطولكو فطريين جنبوا بعض عشان اقول لكم ان حتى لو كان فطر او مجموعة فطريات فقد يختلف فيها طبيعة التقاصر او نوع التقاصر فيها ده اعتبر لا جنسي لكن ده بصورة وده بصورة لتنين نوع واحد لكن واحد منهم اللي هو الخميرة بالتبرعهم وعيش الغراب بالجراسي عندنا سعر رقم 18 بيقول قارن بين لاقاحة البلازمديوم ولاقاحة الفجير من حيث مكان التكوين ونتيجة الانقسام اين تتكون لاقاحة البلازمديوم واين تتكون لاقاحة الفجير المكان مكان لقاحة بلازموديوم في معدة البعودة بعودة حمسة الأنوفلس طبعا ده مكان تكوينها لقاحة الفوجير تكونت في المشيج المؤنس اللي هو الأرشيجونية في الطور المشيجي حصل الإخصاب داخل الأرشيجونية في الطور المشيجي للفوجير لما تنقص لقاحة بلازموديوم الأول تتحول اللقاحة دي أو الزجوت إلى طور حركي ثم طبعا عشان يختار الجدار المعدة ثم ينقص مقسام ميوزي مكونا نقيس البيض عشان يعود العدل السبغي أحادي مرة أخرى طب لما تنقصم تنقصم لقاحة الفجير تنقصم لقاحة الفجير هتكوين لبعد كده الطور الجرسومي طبعا وهنا انقصام ميتوزي آه طبعا انقصام ميتوزي لأنقصمت ميوزي عشان يرجع كيس البيت تاني أحادي المجموعة الصبغية تمام لكن في لقاحة الفجير انقصمت ميتوزي لتكوين الطور شكده قلنا ان نتيجة الانقصام ومحددناش نوعا إيه طيب عندنا في السؤال رقم 19 أجب عن أحد السؤالين ألف أو باء أعلل وجود الحوصلتان المنوية تام ضمن مكونات الجهاز التناصلي الزاكري ما مدى أهمية الحوصلة المنوية حوصلة المنوية موجودة علشان بتكون أو بتفرز غذاء للحيونات المنوية بيكون هذا الغذاء محتوى على سكر الفراكتوز باء علل لتعتبر المرحلة الأولى للتكوين الجنين في من المراحل المهمة لتميزه الجنسي مرحلة الأولى وفي الإسبوع السادس من المرحلة الأولى إذا كان ذكر يبدأ في تكوين الخصيتان أما في الإسبوع الثاني عشر ما زلنا في المرحلة الأولى في الإسبوع الثاني عشر إذا كانت أنسة تبدأ في تكوين المبيضان سؤال رقم 20 أجب عن أحد السؤالين ألف أو باء ألف تكوين السمرة يكون ناتج من عملية تلقيح أم من عملية إخصاب أم كلايهما مع التفسير تكوين السمرة هيكون ناتج من عملية تلقيح فقط لأن مجرد وصول حبوب اللقاح إلى مياسم الأزهار ده بنشط المبيض لإفراز أكسيناتو واختزان الغذاء ويتحاول إلى سمرة حتى لو لم يتم الإخصاب إذن السمرة دليل على حدوث التلقيح بختار بن ألف وباء بقول لو نجح تنشيط بويضات ملكة النحل بالإشعاع هل ستعطي ذكورا أم إناسا أم كلايهما مع التفسير لو نجحت هذه التجربة ونشطت بويضات ملكة النحل ستعطي أنسة وليس ذكرا لماذا بقى مع التفسير ليه أعطت أنسة لأن تنشيط البويضة في التوارد البكر الصناعي يؤدي إلى تضاعف المجموعة الصبغية وبالتالي تصبح الزيجة أو البويضة اتنين نون وبالتالي صناعية المجموعة الصبغية اتنين نون معناها أنسة لأن ذكور النحل أحاديت المجموعة الصبغية دينا سؤال آخر بيقول أجب عن أحد السؤالين ألف أو باء يعني يا دا دا أكتب المصطلح العلمي خلايا أحاديت المجموعة الصبغية تتحول مباشرة إلى أحيانات ملوية بدون انقسام دي الطلاقع المنوية طلاقع المنوية لو ما أناش عارف أجب وبالتالي خلايا تفرز زائل يعمل على تغزية الحيانات المنوية داخل الخصية ما اسم الخلايا دي سرتولي خلايا سرتولي سرتولي أنا بكتب دي وبكتب ديت عشان لو طلعت واحدة غلط أقدر أستفيد من التالي سؤال اللي بعد كده بيقول الرسمي لقدامي وبيسأل ما اسم الهرمون الذي يفرز من بطنط التركيب رقم أربعة وما أهميته نروح نبص على أربعة أربعة دي جدار الرحم لكن بطنة جدار الرحم اللي هي بطنط الرحم بتفرز هرمون ما اسم هذا الهرمون الريلاكسين الريلاكسين بيفرز من بطنط الرحم يبقى اسم الهرمون الريلاكسين أخدت النص أهمية الريلاكسين بيعمل إيه يعمل على ارتخاء الارتفاق العاني مما يسهل خروج الجنين أثناء الولادة تمام يبقى كده الإجابة واضحة أنا استغلت الرسم هنا عشان أسأل اللي مش عارف رقم أربعة مش هيعرفي جيد طيب طيب نيجي للسؤال 23 فسر يختلف نتيجة الإخصاف في النباتات الزهرية عن الإخصاف في النباتات الصرخصية وكنت قلتها في امتحان السودان أن الإخصاف في النباتات الزهرية أكثر صعوبة من الإخصاف في النباتات الصرخصية لكن أنا اختلف السؤال يختلف نتيجة الإخصاف عايز نتيجة الإخصاف مش الإخصاف بيتم الزهر يختلف نتيجة الإخصاف في النباتات الزهرية عن الإخصاف في النباتات الصرخصية إيه نتيجة الإخصاف في النباتات الزهرية؟ النبات الزهرية بعد الإخصاف بيكون حكتين بيكون البزور وبيكون السمار يبقى تصيلة الإخصاب تكونة البذور والصمار البذور دي المسؤولة عن التقا� Sur أو مسؤولة عن الإنتاج النسل والصمار دائما ح breeken ليك مقولة بحبنا دائما أقولها إن السمار دي كانت الرشوة لقدمها للإنسان علشان يحسوا على إنبات البذرة بتاعته لكن الهدف الرئيسي هو تكوين البذرة يبقى حياة الإخصاب يؤدي إلى تكوين البذرة دبان في النباتات الزارية الإخصاب في النباتات السرخاصية يؤدي إلى وفي النباتات السرخصية بعد حدوث الإخصاب يكون الزيجوت اللي ينقسم ويكون للطور الجرسومي مرحلة من مراحل الحياة الفوزيجية الزيجوت في النباتات السرخصية انقسم وأعطى نبات جرسومي بينما في النباتات الزهرية أعطى بزرة عند الإنبات تعطي نفس النبات وليس نباتاً آخر سؤال رقم 24 اختر الإجابة الصحيحة التغير في حجم الخلايا وثبات عددها عند تكوين الحيوانات المنوية بيكون في مرحلة التضاعف النمو والنضج التشكل النهائي التغير في الحجم يعني حجم تغير كبر لكن العدد ما تغيرش بل ما كانوا شوفين قصان في أي مرحلة من الأربعة دي في مراحل النمو أو مرحلة النمو في مرحلة النمو سؤال رقم 25 قارن بين أنبوة اللقاح في النبات والحبل السري في الإنسان من حيثه الوظيفة أنبوة اللقاح في النبات إيه وظيفتها؟ أنبوة اللقاح لسا حضراتك تذكرها وإحنا بنرسم الرسمة أنبوة اللقاح بتعمل على وصول النواتين الزكريتان إلى البويضة أو إلى النقير ليتم إخصاب إحدى النواتين هتتحد مع نوات البيضة مكونة زاجوت ونالأخرى تتحد مع نوات الكيس الجنيني لتكوين نوات الاندوس بيروم يبقى انتقال نواتين الزكريتان تعمل على نقل النواتين الزكريتان إلى محتويات الكيس الجنيني لإتمام عملية الإخصاب المزدوك وفصر زمحاتياتك طب موظيفة الحبل السري في الإنسان الحبل السري في الإنسان بيساعدنا على نقل المواد الغذائية والجولوكوز والأكسوجين وكل المواد الغذائية من الأم إلى الجنين وكمان التخلص من الفضلات ومن سانوكسيدي الكربون وخلافه يبقى الحبل السري بيصل بين الجنين وما بين الأم فعلا باكن الوظيفة نقل المواد الغذائية من المشيمة إلى الجنين ومش بس المواد الغذائية المهضومة والأكسوجين ونقل المواد الإخراجية وسانوكسيدي الكربون من الجنين إلى المشيمة يعني هو حلقة وصف عندنا سؤال رسمي كمان أستاذ أمان ما عنيش برضو هتقوم بعملية الرسم هنقول وضح الرسم فقط مع كتابة البيانات مراحل إمبات حبة اللقاح نرسم مراحل إمبات حبة اللقاح وليست حبة اللقاح نابتة خلي بنا أن رأسنا ما تخشت تحت الكاميرا عشان السورة تبقى أكسر وضوحة أستاذ أمان حبة اللقاح تمام نرسم أول حبة اللقاح بيكون لها نواتين في نواة هنقول عليها نواة أنبوبية تكون أكبر حجما وجنب الجدار في نواة أخرى هتسمى نواة مولدة يبقى دي نواة مولدة ودي نواة أنبوبية وطبعا نعمل جدار سميك عشان أبقى فاهم من الجدار السميك ده اللي بيحمي حبة اللقاح من ظروف البيئية طيب لما تبدأ تعمل إنبات لحبة اللقاح هبدأ أطلع جزء أنبوبة هي بدأت تتكون معايا وأكيد هنا هتكون النواة الأنبوبية والنواة المولدة هنا وهفضل محتفظ بالجدار لإن إحنا فاهمين إن حبة اللقاح بتقوم موجودة على الميسم طيب الخطوة اللي بعد كده دي النواة المولدة ودي النواة الأنبوبية الخطوة اللي بعد كده هتبدأ النواة الأنبوبية دي هتزيد معايا الطول أكتر مش هعمل بقى نواة أنبوبية هعمل جواها نواتين فقط ليه؟ عايز أقول إنها انقسمت إلى النواة الزكريتان لا يتموا لعملية الإخصاب خلي بقى لك إن فيه هنا برضو بيكون فيه معايا سيتوبلازم يبقى النواة الأنبوبية تلاشت وتكون معايا هنا نواة زكريتان والسيتوبلازم موجود معايا دي طبعا الأنبوبة أو أنبوبة اللقاح ونكتب طبعا نواة زكريتان عشان نوضح النواة الأنبوبية كمان تحلت نواة زكريتان المساحة بتبقى كافية في الرسم الرسم بالقلم والرصاص السيكة معايا باستمرار عشرة عايزة عمسح مش مهم الرسم يكون شكله جميل المهم ان يكون كامل البيانات ويكون دقيقه عندنا سؤال بيقول اذكر مكان وظيفة الجسم القمي اذكر مكان وظيفة الجسم القمي الجسم القمي موجود في مقدمة رأس الحيوان المنوي ده المشيج المذكر للانسان الوظيفة بتاعة الجسم القمي بيفرز انزيم الهيال يورنيز الذي يزيب جزء من غلاف البوايدة مما يسهل عملية دخول رأس وعنق الحيوان المنوي الى البوايدة عندنا سؤال اخر بيقول اجب عن احد السؤالين الف ماذا يحدث في حالة غياب القطعة الوسطى من الحيوان المنوي با ماذا يحدث في حالة وصول الحيوانات المنوية الى قناة فالوب في اليوم العاشر من بدء الطمس او بدء الطمس تعالى نشوف الف اللي انا هجوبها ماذا يحدث غياب القطعة الوسطى من الحيوان المنوي القطعة الوسطى دي كانت بتحت وعال ميتوكندرية ده ما فكر بس نفسي يعني وبالتالي غياب القطعة الوسطى النتيجة ايه النتيجة يغيب مصدر الطاقة لدى الحيوان المنوي وبالتالي لا يستطيع الحيوان المنوي الانتقال والحركة الى مكان قلب ويضة ويموت الحيوان المنوي لغياب الطاقة دي بقى انا هنا فسرت اهمية الميتوكندرية بالنسبة للحيوان المنوي غياب الطاقة ستؤدي لعدم قدرة الحيوان المنوي على الحركة والانتقال لتخصيب البويضة وايضا سيؤدي الى موت الحيوان المنوي السؤال الاخر لو انا معرفتش الف او شاكك في الاجابة فجاوبت به ماذا يحدث في حالة وصول الحيوانات المنوية الى قناة فالوب في اليوم العاشر من بدء الطمس النتيجة ستموت الحيوانات المنوية قبل خروج البويضة لماذا تموت الحيوانات المنوية قبل وصول البويضة لان الحيوانات المنوية عمرها في قناة فالوب من اتنين الى ثلاث ايام بينما البويضة تخرج من المبيض من حوايسيلة جراف في اليوم الرابع عاشر من بداية الطمس تمام السؤال الاخر يقول اختر الاجابة الصحيحة توقف المبيضين عن انتاج البويضات اثناء فترة الحمل حدد لهو يكون بسبب زيادة هرمون من استروجين بروجسترون ريلاكسين FSH البروجسترون البروجسترون وعايز انوه على مجموعة الهرمونات عشان تقوموا فهميني ان كل هرمون عشان يبتدي يظهر لازم الهرمون الذي يسبقه يقل تركيزه فنقص البروجسترون يؤدي إلى تزايد الـ FSH ونقص الـ FSH يؤدي إلى تزايد الأستروجين ونقص الأستروجين يؤدي إلى تزايد الـ LH ونقص الـ LH يؤدي إلى تزايد البروجسترون وهكذا سؤال رقم 30 بيقول ما المقصود بزراعة الأنوية زراعة الأنوية معناها إحلال نواة من خلية جنينية سنائية المجموعة الصبغية محل نواة بويضة من نفس نوع الكائب بويضة أنسة من نفس نوع الكائب والنتيجة ستنقسم وتعطي جنين يجب صاحب الخلية الجنينية وليس صاحبة البويضة تمام كده؟ دي اللي أنا أريد بالضبط في زراعة الأنوية سؤال رقم 31 أستاذ عمل بيقول اكتب من مصطلح العلم اندماج نواتين زكريتين إحدهما مع البيضة والأخرى مع نواة الكيس الجنيني ده بيسمى بالإخصاب المزدوجة لو كان قال اتحاد مع البيضة بس كنت قلت إخصاب البيضة لو كان قال مع نواة الكيس الجنيني بس كنا قلنا اندماج سلاسي ده زاقر للتيني وقده الإخصاب المزدوج سؤال رقم 32 بيقول فسر قد يحدث التلقيح الخلطي في الأزهار الخنسة رغم أنها خنسة يعني عندها أعضاء تسكير وأعضاء تأنيس ومع ذلك التلقيح فيها تلقيح خلطي مزداتي متى يحدث التلقيح الخلطي في الزهرة الخنسة يحدث في حالتين الحالة الأولى إذا نضج أحد شقي الجنس قبل الآخر يعني نضج المتق قبل المبيض أو العكس نمرة اتنين الشيء الثاني إذا كان مستوى المتق منخفض عن مستوى المياسم إذا كان مستوى المتق منخفض عن مستوى المياسم هذا يجعل التلقيح في الزهرة تلقيحا خلطيا وليس ذاتي سؤال سيد أمل بيقول ما المقصود بالتوتية التوتية مجموعة من الخلايا أو كتلة متجنسة من الخلايا نتجة نتيجة الانقصوات الميتوزية اللي هتحصل فيه في اللقاح أو في الزهج وتتبت على أمر بيحصل فيه قناة فلب يبقى مجموعة أو كتلة متجنسة من الخلايا نتجة نتيجة عيدة انقصوات ميتوزية هتحدث فيه البوايضة المخصبة في قناة فلب هتوصل لمرحلة التوتية في اليوم السادس وتنغمس فيه بطنت الراح يبقى أنا ذكرت هي عبارة عن ايه؟ كتلة متجنسة من الخلايا طب نتجت نتيجة ايه انقصادات ميتو زيح حصلت فيه البوايضة بعد ما تم اخصابها طب ده حصل فين في قناة فالوب طب والهدف ايه انها تنغمس في بطنط الرحم يبقى انا حكيت كل حاجة عن التوتين اجب عن احد السؤالين الف او با الف اذكر مكان ووظيفة الجسم الاصفر با اذكر مكان ووظيفة حويسلة جراف طب لو عارف الاولانية مكان الجسم الاصفر على فكرة مكان الجسم الاصفر ومكان حويسلة جراف لاثنين في المبيض ما اختلافناش في المكان مبيض وهنا مبيض لكن الوظيفة اللي اختلفت الجسم الاصفر دوره يفرز هرمون البروجسترون الذي يعمل على استمرار الحمل او يؤسف يفرز هرمون البروجسترون الذي يعمل على زيادة سمك بطنط الرحم وزيادة الامداد الدموي بها ايضا وظيفة حويسلة جراف لما اتكلم بقى على وظيفة بتاعة حويسلة جراف دورها الاساسي انضاج البويضة وافراز هرمون الاستروجين افراز هرمونات الاستروجينات التي تعمل على انماء بطان الرحم يبقى هنا كتبنا المكان وكتبنا الوظيفة ممكن اجاوب الاثنين بس انا بفضل نجاوب الاولاني اللي انا عارفه وقعدين الجأ لاجابة التاني او الجزء التاني عندما يكون هناك متسع من الوقت 35 تلجأ بعض الكائنات الحية في الظروف غير المناسبة الى اتمام وظيفة التكاثر دلل على ذلك بمثالين احدهم يتكاثر جنسينيا والاخر يتكاثر لا جنسين لو جيت اتكلم عن اللي بيعمل في الظروف الغير مناسبة تكاثرا في الظروف الغير مناسبة تكاثر جنسيا اتكلم عن الاكتران الاسبيروجايرة في حالة الظروف الغير مناسبة بتلجأ الى الاكتران بنوعيه بقى لو توفر عندي خطين هنعمل الاكتران سلمي لو توفر خط واحد هيحصل الاكتران جانبي يبقى انا لجأت الى التكاثر الجنسي في الظروف الغير ملأمة وشبيه بيه او يعني منش هنقول شبيه لكن تشبه معاه في حتة الظروف بس لما ده بيحصل معه الأميبة الأميبة في حالة الظروف الغير مناسبة هتتكاثر تكاثرا لا جنسي طب هتعمل ايه؟ هتحيط حول النفسها حويصلة من غلاف أو من مادة قيتينية وداخل غلاف هتنقسم لعدة أميبيات صغيرة وحين تحسن الظروف هتتخلص من الغلاف القيتين وتتحرر الأميبيات الصغيرة يبقى عامل التكاثر لا جنسي بس عاملته في حالة الظروف الغير مناسبة عندنا سؤال رقم 36 وهو مكون من 3 أجزاء هذا السؤال ألف اكتب اسم الهرمون المسؤول عن تكوين خلايا رقم واحد والخلايا رقم 6 تعبوا بص على واحد واحد خلايا بينية مين الهرمون المسؤول عن تكوين الخلايا بينية؟ قلنا من قبل المسؤول عن تكوينه هو هرمون الـ LH هو المسؤول عن تكوين الخلايا بينية طب والخلايا رقم 6 مين المسؤول عن تكوينه؟ من المبوعة الحانات المنوية واللي بيكون الحانات المنوية هرمون FSH السؤال باء كم عدد الصبغيات في الخلية رقم 3 مهم جدا أبعى عارف مسمياتهم إذا كانت اتنين أمهات المنية فتلاتة هي خلاة منوية أولية وعدد الصبغيات فيها ما زال 23 زوج من الصبغيات أي 46 صبغ السؤال الثالث والأخير جيم ما اسم المرحلة التي تتكون فيها الخلية رقم 2 ما اسم المرحلة التي تتكون فيها الخلية رقم 2 طبعا من 1 ل2 هنا ما عنديش هنا طبعا واحد ما ليش عبيها التضاعف إذن هي المرحلة دي اسمها مرحلة التضاعف اللي تتكون بتحول خلاة الجرثومية الأمية اللي ملهاش مكان على الرسمة عندي إلى أمهات المنية إذن المرحلة هي مرحلة التضاعف سؤال رقم 37 أجب عن أحد السؤالين ألف أو باء اكتب المصطلح العلمي قناة ملتفة تخرج من قاعدة الخصية وتصب في الوعاء النقل دا البربخ دا البربخ أكتب المصطلح العلمي انتفاخ على الجدار الداخلي للمبيض يتكون لها حبل سري يصلها بجدار المبيض دي البوائدة دي تعريف البوائدة عالي لما يأتي تعامل حيونات المنوية في الماشية بالطرد المركزي ليه بتعامل الإجابة لفاصل حيونات المنوية للتحمل الصبغ X عن حيونات المنوية للتحمل الصبغ Y السؤال ده لما جه من في اكتر من مرة الناس كانت بتقول وذلك لفصل الصبغي اكس عن الصبغي ياخد صفر فرق بين صبغيات في فرق انك بتفصل بين حيوانات منوية يبقى للفصل ما بين حيوانات منوية تحمل الصبغي اكس عن الحيوانات المنوية تحمل الصبغي وده اول جزء من اجابة وبالتالي ليه بقى الهدف منها وذلك للتحكم في جنس موليد المزرعة لان ما شغل فيها بهدف الحصول على ذكور فقط من اجل انتاج اللحوم او اناس فقط من اجل انتاج الالبان وعملية التقرص سؤال رقم 39 اناس امل ماذا يحدث في حالة رش الازهار المذكرة باندول حمد الخليك طبعا مش هيحصل اي حاجة مش هيحصل اسمار لعدم وجود مناسل مؤنسة مفيش مغايد مفيش مناسل مفيش مبيض وبالتالي غياب المبيض ما قديش الى تكوين صمرة السؤال ده صحيح ومتوقع انه ما جيش في الامتحان طبعا لكن ليه احنا ده ما اللي بنحطه انا بحطه علشان الناس تبقى عندها قدرة تركيز عالية تقرأ بقوة فيه ناس كتير جدا اول ما يقرأ رش ازهار ما بيكملش على طول تتكون صمرة بالاسمار العزري لا هنا كمل ده الظهرة مذكرة ومعنى الظهرة مذكرة معنى هاش مفيش مبيض ومعنى غياب المبيض معنى هاش مفيش صمرة سؤال رقم 40 وانا اقترب من نهاية البوكلت بما تفسر زيادة افراز هرمون البروجسترون عند المرأة الحامل في توأم غير متماثل عن المرأة الحامل في توأم متماسل المرأة الحامل في توأم غير متماثل يعني ده توأم متاخي يعني معناه ان كل طفل فيهم او كل جنين فيهم ليه كيس جنيني مستقل ولهم مشيمة مستقلة يبقى انا هنا عندي اتنين مشيمة ووجود اتنين مشيمة مشيمتين لكل جنين او لكل طفل ده بيزود لي طبعا افراز البروجسترون لان المشيمة عندي اتنين هتزود لي من انتاج البروجسترون بينما الحامل في توأم متماسل يعني كيس جنيني واحد يعني مشيمة واحدة فبالتالي بقى كمية البروجسترون اقل يبقى ده رجع لانا عندي فيه توأم غير متماثل مشيمتين فكل منهما تفرز البروجسترون فعندي كم بروجسترون اعلى من التي تحتوي على مشيمة واحدة او توأمها متماسل لان لديها مشيمة واحدة السؤال رقم واحد واربعين اختر الاجابة الصحيحة اذا كان عدد الصبغيات في خلايا اندوسبرم حبوب الزرة 33 صبغي ده في الاندوسبرم فان عدد الصبغيات هي جنين حبة الزرة الجنين يبقى كام طب اذا كان الاندوسبرم 3 نون ويسوي 33 والجنين 2 نون يبقى كام اذا كانت نون هنا بتسوي ب11 لان 33 كانت هي السبب ان انا عرفت يعني وبالتالي الجنين يصبح ايه هل هو 11 صبغي ولا 11 زوج من الصبغيات ولا 33 زوج من الصبغيات 11 زوج من الصبغيات 11 زوج من الصبغيات سؤال رقم 42 ما المقصود بالصمرة الكاذبة هي الصمرة التي يتشحم فيها اي جزء من الزهرة غير مبيضها 11 وينتج عنها صمرة طبع انت شرح ما يكون بالغذاء مثال عندنا صمرتين ذكرت فيه الصمار الكاذبة التفاح والكمسرة سؤال رقم 43 اجيب عن احد السؤالين الف او باء وكلهما مقارنة قارن بين نقير البويضة ونقير البذرة من حيث الاهمية ما اهمية نقير البويضة وما اهمية نقير البذرة النقير في البويضة بيساعدني على دخول نوتان الزكريتان ليتم الاخصار مزدوج ونقير البذرة بيساعدني على دخول المية عشان يساعدني على انبات الجنين في داخل البذرة سؤال باء قارن بين الاقراس واللولب من حيث دور كل منهما في منع الحمل الدور بتاعها دور الاقراس ايه دور الاقراس تمنع التبويض لان الاقراس تحتوى على هيرمونات صناعية تشبه البروجسترون والاستروجين اللولب دوره منع استقرار البويضة المخصبة في بطانة الرحم يبقى دوره هنا منع استقرار البويضة المخصبة في بطانة الرحم سؤال رقم 44 سؤال رسم بيقول وضح بالرسم فقط مع كتابة البيانات قطاع عرضي في مبيض انسى انسان بالغة طبعا هرسم لي في الكتاب لكن لو حدد لي معاد من الموعيد وليكن قال لي قطاع عرضي في مبيض انسى انسان في بالغة طبعا في يومها الرابع عشر يبقى انا عايزة ارسم هنا حواسات جرف منفجرة في بويضة متحررة لو قال لي وضح بالرسم فقط مع كتابة البيانات على الرسم قطاع عرضي في مبيض انسى حامل في شهرها الثاني انا احط هنا جسمه اصفر كبير يبقى شايفين نوعية الاسئلة هنا انا ممكن العب بالسؤال واشوفك هل انت بترسم وخلاص ولا بترسم وانت فاهم فانعطي فرصة الاساسة امل ترسم لنا الرسمة المطلوبة الكاملة وبعدين تقول لنا ايه اللي كان ممكن يتغير لو تغير السؤال السؤال بالوقتي عايز قطاع عرضي في مبيض انسى انسان بالغة الرسم الخيالي الوهمي اللي بيوضح مراحل مش مرحلة واحدة اللي بيمثلي تصور لكل الايام اللي هتحصل هنبتدي بمجموعة خلايا مجموعة الخلايا هتحدث احدى الخلايا في داخل حويسلة اسمها حويسلة جراف تكبر حويسلة جراف في الحجم وبداخلها البويضة في مرحلة النطج انا هخلاها في ايام الاربعتاشر بقى عشان تبقى خرجت البويضة وبعد كده هكون الجسم الاصفر ويبدأ يدمر الجسم الاصفر تدريجي عشان يتوح الفرصة الى بويضة اخر يبقى هننعل على دي حويسلة جراف دي بويضة متحررة او خلية بيضية سنوية متحررة خلينا زي الكتاب وايضا متحررة تمام الجسم الجسم الاصفر تمام رسمة بسيطة وسعلة وبناتها بسيطة خلي الرسمة دي فستو زمارة نخليها ونشرح عليها بس حاجة لو قال لي وضح بالرسم كنت تحفل ببيض انسة انسان حامل في شهرها الثاني شهرها الثاني يبقى انا هلغ دي هقفل واسيب ده جسم الاصفر كبير واشيل بقى حويسلة جراف اللي بتنموا في مراحل مختلفة واشيل مراحل جسم الاصفر يبقى حاسيب جسم اصفر فقط جوه المبيض مع مجموعة من الخلايا الاولانية اللي وسيزأ امل رسماتها طب قال لي وضح بالرسم مبيض انسة انسان في يومها الرابع عشر يبقى اللي احنا عملناها عشان في بوايضة متحررة هنا حانيسيب بقى البوايضة المتحررة ونلغي الباقي كله ما فيش جسم اصفر فيش حويسلة جراف خلال هي انفجرة الحويسلة وانتهى طب لو قال لي قطاع في مبيض انسة في مبيض طفلة مش بقى لغة بقى هنا ما عنديش لا حويسلة جراف ولا عندي متفجرة ولا عندي جسم اصفر طب لو قال لي وضح بالرسم قطاع في مبيض انسة حمل في شهراء السابع من الحمل في شهراء السابع يبقى برضو مش حاسم جسم اصفر ليه؟ لان اصبحت مصدر المشيمة هنا هي مصدر البروجسترون مش الجسم الاصفر اللي انتوا كل المعلومات جا عارفها فانا استغلت المعلومات اللي انتوا عارفينها ووظفتها لصالح الرسم شان كده دي طبيعة اسئلة اتوقع انها ما تجيش لكن لو افترضنا انها جات تبقى انت عندك قدرة على انك توظف السؤال بالشكل اللي انت طلبت تعانشوا بقى اخر سؤال اللي هو السؤال رقم 45 اللي هو بقول اذكر مكان ووظيفة غشاء الرحل المكان والوظيفة مكان غشاء الرحل مكانه فين؟ من الاخشاء الجنينية ملامس ليه سائل الرحلي الاول غشاء من نسبة للطفل من الداخل اللي هو بيحيط حول الجنين مباشرة جنين من الداخل يبقى هو اللي بيحيط حول الجنين طب وظيفة غشاء الرحل وظيفة غشاء الرحل هو بيحيط طبعا بالسائل ده عشان يحميه من الصدمات ويحميه من الجفاف وبرضه بتلتحم اطراف المكون الحبل السوري يبقى هو بيفرز السائل خلي بالكم ان الغشاء ده هو اللي بيفرز السائل الرحلي وهذا السائل الرهلي هو اللي بيحمل جنيه من الجفاف ويقلل من الصدمات بالإضافة أنه هو بيكون الحبل السري الذي يصل ميدى المشيمة وما بين الجنيه يبقى كده إحنا حددنا المكان وحددنا الوظيفة لكن حخرج لفاصل قصير وبعد كده هنرجع مرة تانية عشان نستقبل معاكم ونستقبل تلفوناتكم على رقم تلفون 02 25 75 61 87 فاصل قصير ونعود لاستكمال حلقة مراجعة نهاية العام الدراسي في فصل التقاصر مرة تانية وعودة لحلقة المراجعة عن التقاصر في الكائنات الحية كنا تناولنا في الساعة الأولى أسئلة البوكلت وجاوبنا عليها الخمسة وأربعين سؤال وعرفناكم إزاي تجاوبوا عنها دلوقتي عندنا مجموعة أخرى من الأسئلة نبتدئها بالسؤال الأولاني بيقول اكتب المصطلح العلمي عندنا مجموعة من المصطلحات بتقول قدرة البويدة على النمو والتوقفين فردي جديد بدون إخصاء ده التوالد البكري التوالد البكري طب لو قلت خلايا بالخصية مسؤولة عن إفراز هرمون الزكورة الخلايا البينية عندنا سؤال بيقول خلايا بالخصية مسؤولة عن تغزية الحيانات المنوية الخلايا سرتولي اندماج نواة ذكرية مع نواة الكيس الجنين لتكوين نواة الاندوسبير الاندماج السلاسي خلايا وحيدة متحورة الليمون بوشاطة وتتكون من سيتوبلازم ونواة وحيدة بها جدار سميك دي جرسومة أو جراسين دينا السؤال بيقول انتقال حبل لقاح من موتك زهرة على نبات إلى مايسم زهرة أخرى على نبات آخر من نفس نوع النبات تلقيح خلطي اندماج إحدى النواتين الذكريتين مع نواة البيضة واندماج النواة الذكريتين الأخرى مع نواة الكيس الجنيني ده الإخصاب المزدوج غشاء يحيد بالجنين إنسان وتنمو منه المشيمة السولية أو الكيوم غشاء يحيد بجنين إنسان ويحتوي سائل يحميه من الجفاف والصدمات الرحلة أو الأمنيون تعاقب جيل يتكاسر جنسيا مع جيل أو أكثر يتكاسر اللي هي جنسية تعاقب الأجيل طيب قبل ما نكمل ناخد أحمد أحمد من الجيزة أحمد السلام عليكم عليكم السلام وحمد الله وبركاته أول واحد يتصل بي بعد امتحان الفيزياء طميني كله زي الفل بشرة خير طيب هنعمل بقى فاصل ما بين الفيزياء وما بين الأحياء قل لي بقى إيه اللي انت عايزوا مني في الأحياء سواء كانت أسئلة أو انت طالب حاجة برا الأسئلة خالص عايز بس الحتة اللي هي بتاعت عند يعني مثلا تحرق البوائدة في اليوم الغابع عشر من ضغط الطن تمام السؤال مثلا اللي هو قال ليه الحيوان الملوي هو طبعا بيعيش يومين يومين إلى ثلاثة يومين إلى ثلاثة يعني ها هو لو مثلا نخذ مثلا في اليوم الاتناشر حيبا فيه انت لما أقولك بقى عشرة واتناشر واربعتاشر وستاشر على سبيل المثال ماشي عشرة تيجي تحسب من عشر غاية اربعتاشر تعد كم يوم عشرة ويحداشرة واتناشرة وتعطاشرة اربعتاشر اه يعني حوالي زيتة هوت ماتة اربعة وخمس تيام يبقى معنى ذلك ان الحيوانات المنوية اللي دخلت في قناة فالوب ماتت قبل خروج البوائدة لأن عمر الحيوانات المنوية من يومين إلى ثلاثة متفقين؟ طب لما انت قلت في اليوم الاتناشر لا في اليوم الاتناشر عمر الحيوان المنوي اتناشر وتلاتاشر واربعتاشر كمان من يومين لتلاتة هتقول قد يحدث الاخصاب لأن ستبقى الحيوانات المنوية حية حتى وصول البوائدة في اليوم الاربعتاشر هقول قد يحدث قد اه طبعا ممكن تبقى البوائدة موجودة والحيوانات المنوية موجودة وما يحصلش اخصاب عشان نفتاقعي قالت احنا لأ احنا عندنا اسباب اخرى لعدم الاخصاب مانناش دعوا بيها الطبية بقى حيوانات الطبية احنا بتكلم دلوقتي فيه كتاب الوزارة بتاعنا هم نيجي بقى في اليوم الاربعتاشر اه طبعا هيحصل اخصاب لان نفس يوم خروج البوائدة هو نفس يوم وصول الحيوانات المنوية وبالتالي ضمان لحدوث الاخصاب ده اكتر يوم مضمون طيب في اليوم الستاشر لن يحدث اخصاب شميعنا بقى اليوم الستاشر مش يحصل اخصاب بويضة مات هتكون البويضة ماتت قبل وصول الحيوانات المنوية هم تمام اه لان البويضة بتعيش اليوم الاربعتاشر واليوم الخمستاشر هدي اليوم يوم ايه وصول الحيوانات المنوية في اليوم الستاشر تصل الحيوانات المنوية وتكون البويضة قد ماتت هم اوكي داية خلاص دي اه زي الفل يا احمد ايه تاني هاي روزة الحتة اللي قدع التفرات يعني عايز بس يعني شرح ملخص يعني. طيب. احنا عشان ما نضيعش فرصة الحلقة بتاعت النهار ده اللي في التكاثر. التفارات ان شاء الله بكرة من اتناشة لاتنين. المراجعة دي ان ايه? هتضمن التفارات. وهتكي عليها كويس او. نعم. ماشي كده يا احمد? انا حضرت بس في حاسة تانية من النهار ده. اه ان شاء الله من خمسة لستة. ان شاء الله الدعامة والحركة والتنسيك اليرموني. بإذن الله. اشكرك يا احمد على اتصالك. ربنا وفاك يا رب وسعيدك. اشكرك احمد. طيب. احلال نواة خلية جنينية لكائن محل نواة بويضة لنفس النوع. اه زراعة الانوية. زراعة الانوية. تقنية حديثة تعتمد على التقاصل الجنسي من خلال المعلومات الوراسية لتحملها خلية او اكثر. زراعة الانسج. زراعة الانسج. نباتات بسيطة لا زهرية من امسية نبات الفجير وكسبرت البير. الصراخس. لقاحة تخلب الاسبرجائرة المحاطة بجدار سميك لحمايتها من الظروف الغير مناسبة. الزيج سبور او اللقاحة الجرسومية. خلال اربع الناتجة من القسام الخلال الجرسومية الامية ميوزيا اثناء تكوين حبول لقاح. اربع جرسين صغيرة. طريقة ينقسم بها كس البيد لانتاج الاسبرز والتات. التقطع. تحرر بويضة من حويسة جراف في اليوم الرابع عشر. التبويض. الارمون الذي يزيد افرازه بعض الطبوي. البروجستروم. البروجستروم. تكوين جنيل من بويضة نتيجة تعرضها للاشعاع. تولد بكري صناعي. وريقات الكاس والتويكان ده ما يصعب التمييز بينهما. الغلاف الزهري. مرس. معي حسام من مين يا. حسام. ازاي? ارس امانكم. ابركلك يا حسام? اه? ابركلك على الفيزياء? اي الحمد لله تمام. طيب. الحمد لله خير. اه قبل احياة والكينيا ان شاء الله وجلوجة. ان شاء الله. يا رب. قل لي يا حسام. ايه الاسئلة اللي انت عايزها? انا كنت عايزها في اه يعني حفظ في كل خمس ايام دول ولا حقا. النظام اللي ممكن نعمل ونزاكر الجهاز نجيب المناج بالأول. اه بص بص يا حسام. النصيحة دي لك والجميع الطلبة الصناعي العامة. الخمس ايام اللي عندك قسمهم كلقاتي. اول يوم ذكروا دعمه وحركة. ومعاهم تنصيق هرموني. تاني يوم ذكر فيه التقاصر. تالت يوم ذكر فيه المناعة. رابع يوم ذكر فيه الجن نيه. وخلي خمس يوم فري. عشان لو فيه حاجة عايز ترجع لها تالي. ده التأسيمة. اول يوم دعمه وحركة وتنصيق هرموني. تاني يوم تقاصر. تالت يوم آآ مناعة. رابع يوم البيولوجيا الجزائية. تمام? طيب. تمام. تذاكر ازاي? لازم يبقى معايا يكتب الوزارة بنئدية. ولازم يكون عندي حاجة تانية بحل منها اسئلة. في شكل على قد ما اقدر. طب اعمل ايه? الوزارة منزلة عدد من البوكلات. اه 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 امتحانات في صورة البوكلت. نزلت باربعة تجريبي او تلاتة تجريبي. وكان عندك امتحان الازهر. وكان عندك امتحان السودان. مش شكل بوكلت بس معروف. وعندك امتحانات اربعة طوال سنة اللي فاتت. يعني عندك مجموعة امتحانات. فيش قليلة. حتذاكر الدعامة الحركة من كتاب الوزارة كويس جدا. وبعدين تبتدي تحل اسئلة الدعامة والحركة في هذه البوكلتات. مش كل البوكلت. يعني امسك عشر خمستاشر بوكلت كده. احل في كل واحد في مدعامة وحركة بس. ده اول يوم. وتنسيك الامون. تاني يوم اذكر التكاصر واحل اسئلة التكاصر في كل البوكلتات. تالت يوم اذكر المناعة واحل اسئلة المناعة. رابع يوم اعمل نفس القصة في الجين ايه? واحل كل اسئلة بتاعتها. دي طريقة الناس بتمشي عليها وحاسة براحة لان انا بقسم المناعة الى اجزاء. تمام. شكرك يا حسين. صحف. لك اي استساول? اه كان عندي اختياط بوزل اه. اه ماذا يحدث عندي غياب النيوسيلة من بزرة الفول? تمام. غياب النيوسيلة من بزرة الفول. النيوسيلة هي كده كده اختفت يا حسين من البزرة. النيوسيلة لا وجودة لها. النيوسيلة كانت موجودة وهي بويضة. لكن بعد ما بقت بويضة ونضجت البويضة استهلكت النيوسيلة. يبقى النيوسيلة تستهلك كغزاء يتم استهلاكه لنضج البويضة. فاذا نضجت البويضة تلاشت النيوسيلة تماما. طيب يبقى مش هيحصل اي شيء. ليه بقى مش هيحصل اي شيء? لان الجنين اللي في البزرة لا يعتمد على النيوسيلة عند الانباد. ولكن الجنين اللي في البزرة سيعتمد على الغزاء المقزن له في الفلقتين عند الانباد. اذا غياب غزاء النيوسيلة من بزرة الفول لن يسبب ضررا على الجنين. لان الجنين لا يعتمد على النيوسيلة في تكوينه او في انباده. تماما. سؤالة شيل بس ماشا حسين. ماشا حسين. بيقول اي الملك التانية قد نوثر على الشجام الحوضي في هم تقبيل ثاني الحامل. طيب اي الهرمونات التالية يؤثر على الحزام الحوضي. الحزام الحوضي. انا عادت باربع هرمونات حسين. حاطت لك الكالسيتونين والباراسيرمون والريلاكسين وجميع ما صبك. تماما. شوفت ما انا بذكر السؤال ازاي? هتختار جميع ما صبك يا حسين. ليه? لان الحزام الحوضي بتاع الست الحامل فيه عضل. وطالما فيه عضل يبقى يتأثر بالهرمون البراسيرمون والكالسيتونين. لان كلا هما يؤثر على العظام من خلال تأثرهم على نسبة الكالسو. وكمان في الحزام الحوضي فيه منطقة اسمها الارتخاء او الارتفاق العاني. هذه المنطقة تتأثر بهرمون الريلاكسين. يبقى الحزام كله بيتأثر بالهرمونات التالاتة يا حسين. تمام. شكرا. اشكرك اشكرك ومبسوط لاتصالاتكو. انا يعني مبسوط جدا جدا ان انتم نفسيتكو جميلة. ووشي ووشي. استاذة امل حلوة عليكو فيه. ارجعكو بالسلامة من انتحان الفيزياء. وان شاء الله تكون درجاتكو كلها عالية وتوصل الى الستي. استاذة امل عندنا مجموعة اسئلة بس المراتي اسمها تخير الاجابة الصحيح. وعندنا السؤال اولان يقول ابسط انواع التقاصل الجنسي هو مين؟ تبرعهم ولا التجدد ولا الانشار السنائي ولا التوارد البكري؟ والانشار السنائي. السؤال التاني بيقول أفضل انواع التقاصل الجنسي? هل هو التقاصل الجارسيم ولا التجدد والانشار السنائي ولا التوارد البكري؟ ما فيش وجهات نظر. الجارسيم. عشان في ناس ممكن تقول لي أي حاجة و تقنعني. احنا مرتزم بالكتاب. اسؤال التالث. جميع الخلات تالية سنائية المجموعة الصبغية. عدا امهات المينية. خلاة هвет continua م انتكسنية امية. طلاقع منوية خلاة منوية اولية. ما عادت طلاقة المنوية دي قوحة دي. دي قوحة دي. اربعة. قبل ما ناخد اربعة ناخد اسراء من البحيرة. اسراء نوراني. الله يخليك. ووقتي التلفزيون خالص واسمعيني من التلفون. خالص. ميجي. انا كان عندي اسئلة سويا في الاحيان. طب ما تسأليني في الفيزياء. الحمد تلاشي فرق الجهد على غشاء الليفة العضلية. مين اللي بيسبب تلاشي فرق الجهد التاثيري هو دخول ايونات السوديو. يبقى دخول ايونات السوديو هو سبب تلاشي فرق الجهد. طب مين اللي تسبب في تغير النفازية بقى. بتاع الغشاء. الاستالكولين. طب لما اختار. اختار مين? مع ان الاتنين بيأسروا بس واحد بيأسر بشكل مباشر والتاني بأسر بشكل غير مباشر. لا اجابتي السوديوم. السوديوم هو سبب تلاشي فرق الجهة التأثيري. طب ما الاستالكولين كان شغلته ايه? التأثير هو ايه? كان بيزود نفازية غشاء اللي في العضلية لدخول ايونات السوديوم. يعني استالكولين دول هو بيغير بس النفازية. بيرفع عليك كده يا اسروا. عندك حاجة تاني? ايو طب. الا كيف انقباض العضلة تحتاج اي بي وكالسيوم ولا اي بي بس? انقباض العضلة. يحتاج الى? انقباض العضلة يحتاج الى كالسيوم وائي تي بي. انقباض العضلة يحتاج الى كالسيوم واي تي بي. حيص الكالسيوم يدخل في تكوين الروابط المستعرضة اللازمة لسحب خيوط الاكليا في اتجاه بعضها. فتنقبض العضلة? والطاقة اللي هي موجودة في تستخدمها العضلة في اتمام عملية الانقباض. حيث تحتاج الروابط المستعرضة الى طاقة لسحب خيوت فياتجاه بعضها البعض. ومش بس الانقباض. حتى الانبساط يحتاج ايضا الى طاقة. ما موضع اتصال لنهايات العصبية باللبة العضلية. ما موضع اتصال. المتنسلات العصبية باللبة العضلية. موضع الاتصال بالنهاية بتبقى بالصفيحة النهائية الحركية موضع الاتصال الموضع اللي اتصل به التفرع النهاية بغشاء الليفة العضلية هذا الموضع هو الصفيحة النهائية الحركية لكن مكان الاتصال مكان الاتصال او نقدر نقول اتصال التفرعات النهائية بغشاء الليفة العضلية ده بسميه تشابق عصبي عضل لكن في اي موضع هذا التشابق الصفيحة النهائية الحركية اخر سؤال يا اسراء عشان ادي غيرك فرصة للمشاركة. تقوم الخلايا الثقية النشطة المصابقة بإطراض بعديدة انواع عمنا الانترليو كينات لما تنتج لي اولا لا تنتج الا وهي ناشطة. وهناك نوعين من النشطة. نشطة تنتج الانترليو كينات. وتي اتش ناشطة تنتج السيتو كينات. الاتنين. وده سؤال مناعة. فانفضل نخلي اسئلة المناعة بكرة ان شاء الله. في معادها من خمسة لستة بازن الله. شكرا. ما ينفعش. ما ينفعش يا اسراء. ما ينفعش الاتنين. لازم يخديب لك واحدة بس. شكرك يا اسراء على اتصالك. كان عندنا مجموعة اسئلة اختيار متعدد. سؤال بيختلف عن الزيجو سبور في عدد المجموعات الصبغية. ولا في سمك الجدار المحيط. ولا نوع الاكتران. ولا الف وباء مع. آآ سمك الجدار المحيط. سمك الجدار المحيط. ستة. في دورة حياة البلازموجيام تتحول اللاقاحة الى طول حركة. يختار الجدار المعدة البعوضة. ويتحول الى. وعندي اربع بداء. سبور زويت. كيس البيض. مير زويت. مشيج. الكيس البيض. تمام. عندي سؤال اخر بيقول يحدث للقسام الميوزي التاني البويضة في انسى الانسان فين? في المبيض? ولا في حوايسيرة جراف? على قناة فالوب? ولا في الرحم? بيحصل في قناة فالوب. اذا كان عدد الصبغيات في النواة الانبوبية سين. فان عدد الصبغيات في النواة الزكريا كام? هل تبقى نص سين? سين? اتنين سين? تلاتة سين. سين برضو. الطور الذي يتقاصر لاجنسين بالتجارثم. طور الحرقي. كيس البيض. سبور زويت. امير زويت. كيس البيض. صورة التقاصر اللاجنسي التي تؤدي لتنوع الافراد الناتجة. هل هو الجراسيم? من الشر السنائي? زراعة الانسجة? التوارد البكري. التوارد البكري. طريقة من طور التقاصر اللاجنسي يختفي فيها الفرد الابوي. تجدد من الشر السنائي. الجراسيم. التبرع. الانشطار السنائي. انشطار السنائي. تتقاصر هيدرا وعندي تجدد وتبرعهم وامشاج وجميع ما صبق. جميع ما صبق. الاخصاب يكون خارجيا في الطيور ولا في الزواحف ولا في السديات ولا في الاسماك العظمية. في الاسماك العظمية. يعيش الطور الحركي في دورة حياة البلازموديان. في المعدة بتاعة البعود ولا في كبد الانسان ولا في دمه ولا في الغدد اللعبية للبعود. في المعدة بتاعة البعود. تظهر اعراض الاصابة بالملاريا على الانسان عند مهاجمة الاسبوريزويتات للكبد ولا تحارو المريزويتات لخلايا الدم الحمراء ولا تحارو الميرزويتات من خلايا الدم الحمراء. تحارو الميرزويتات هل هو الأمح؟ الفول؟ الضرة؟ البن الفول تحدث عملية الإخصاب فيه؟ في الراحم؟ طبعاً الكلام ده عن الإنسان ولا في المبيض؟ ولا في التلت الأول من قناة فلوب؟ ولا في النصف الأخير من قناة فلوب؟ في التلت الأول من قناة فلوب تستمر مرحلة نضوج البويضة في دورة الحيد لمدة مرحلة النضج بقى خمس أيام، عشر أيام، أربعة عشر يوم، تمانية وعشر يوم عشر أيام من وظائف رمون الـ FSH حدوث التبويض؟ ولا نموه حويسلة جراف؟ ولا نموه الجسم الأصفر؟ ولا كل ما سبق؟ نموه حويسلة جراف من وظائف رمون الـ H هل هو حدوث التبويض؟ ولا نموه حويسلة جراف؟ ولا نموه الجسم الأصفر؟ ولا كل ما سبق؟ حدوث الطبويض هنا مش نموه الجسم الأصفر لكن الجسم الأصفر هنا هتكون تكوين الجسم الأشخاص لكن كما فعلت تبقى تكوين عشان اعتبرها هي الصحة قبل ما ناخد السؤال دوت ناخد مهتاب من قصيوت مهتاب ازاي ربنا بارك فيك يطمينيني على الفيزياء الحمد لله كانت عن كويس يعني ان شاء الله عدينها بسلامة الله ان شاء الله طيب عندك ايه مشاكل في الاحياء وان شاء الله ما تجيبش مشاكل خالص يعني ان شاء الله لأ بس انا عندي جنس وايح فضال اه بيكون يعلم لا يعتبر دورة حياة البلازموديم مثال النموذجية لا لا يعتبر دورة حياة البلازموديم نموذج مثالي لدورة الحياة اتنين ليه بقى مش يعني انا بعد بس مكتب اسألتك هاسألك بس في السؤال دوت ليه مش مثالية تحضي نعم ينتج من كل خلية بيضية اولية بويضة واحدة نتوء مستعرض في اه او كم نتوء مستعرض في العمود الفقري اشكرك يا مهتاب اخر سؤال يا مهتاب كم عدد عزام الحوض في الطرفين فين؟ في الطرفين طوما الحوض هو حوض واحد للطرفين تاني اسم نصف حوض في فرق بالحوض اعزام الحوض تقصد بها الجانبين يعني ماشي اكام عدد عزام الحوض اي حاجة تانية مهتاب هو ترتيب حضرة الجلد ولما يجب البروجسترول يحتر كذا اه ماله اقوله تاني اه حاضر من عناية اشكرك يا مهتاب اه بسعد لما بتطمن عليهم مثل الفيزية وبكون اكثر ساعدة منهم لاني بتطمن عليهم في الاحياء اكتر وساعات كده تطلع بعض الكلمات اللي يقولك لما يبقى المادة دي كذا سهلة تبقى المادة اللي بعشة بعدها تبقى صعبة لما تبقى سنة 17 مش عاف صعبة تبقى سنة 18 كل الامور دي تعليفات من الطلبة وبيصدقوها مهتاب كان عندنا لها مجموعة من الاسئلة نتود السلولاني لا يعتبر بلازموجيا المالاريا المالاريا دورت حياته نموزجا مثاليا لدورة او لتعاقب الاجيال انا معترض على السؤال ليه؟ لانه اهم حاجة هل ينطبق هذا لدورة الحياة مع تعريف تعاقب الاجيال؟ ايوه ينطبق اللي بقول ايه بقى؟ بيقول بيتعاقب في دورة حياة الكائن الحي جيل يتكاثر جنسيا مع جيل او اكثر يتكاثر لا جنسيا تمام؟ يمكن يمكن ان وجود دورة حياة البلازموجيا في اكثر من عائل بر عملية دورة الحياة هنا خالص ولايش علاقة بتعاقب الاجيال لكن ده ما ينفعش يبقى السؤال بالطريقة ديت لا هو مثال ومثال جيد على تعاقب الاجيال واقدر اقول ليه بقى مثال جيد على تعاقب الاجيال؟ لانه بيتعاقب في دورة حياة البلازموجيا بتاع المالاريا جيل يتكاثر جنسيا طب مين اللي بيتكاثر جنسيا؟ اللي هي الاطور المشيجية؟ اللي هي في مادة البعوضة؟ طبعا ومع جيل يتكاثر جنسيا اكتر من جيل لكن يمكن اكمنه كائن وحيد الخلايا هاخد اسئلة نادا الاول من قصوتك منها على التليفون لكن هرجع اكمل اسئلة مهتاب وجاوب لنادا نادا ازاي؟ ايه اه اخبار عليكم ساعة وركات ازاي حباتك؟ الحمدلله طمينيني على الفيزي الحمدلله تمام طب الحمدلله ضيعت الانجليزي الحمدلله؟ الحمدلله اه اه طيب اه انا معي كم سؤال بس اول سؤال صوب ما تحت وخط ما بنصوبش ليه؟ هزا النمط مش هيجي في الامتحان ومناسبة انت معي نادا على التليفون هذكر الطلبة في خمس اماط مش هيجوا في الامتحان اخر السنة خمس اماط ما بنجوبهمش استغرق الكلمة الشازة ما بنجيبهاش في الامتحان ما فيش حفاظ ما استغرق الكلمة الشازة خلاص؟ دي نمرة طيب بس ممكن انا عايزة نمرة اتنين صحح متحت وخط استنين يا نادا صحح متحت وخط وصح وغلط والتوصيل بين عمودين كل دولة الملغين والاكمال اكمل خلاص؟ قولي يا نادا انت عايزة ايه بقى؟ طيب ممكن اقول برضو مثل السألة فا اتاكد من المعلومة طيب قوليه ماشي اه تقاص شدة الالتصاق تقاص شدة الالتصاق الالتصاق اه بين الشريطي بين شريطي جي ان ايه الهاجين بعدد النكلوتيدات بعدد النكلوتيدات المترابطة بكل الشريطين المترابطة بين الشريطين اه بكل الشريطين اه الخطأ بقى شدة الالتصاق اه يقاص شدة الالتصاق هو مش الالتصاق هو ازدواج طيب اه احنا ممكن ما اقول درجة القرابة؟ ماشي انا انا بكلم على جي ان ايه بكلم انا ما يمكن جي ان ايه لا باش تخدمه ده جي ان اي معجن با باستخدمهش في القرابة امم يبقى هنا شدة التحزين دي ايه؟ التحزين دي ايه بالدرجة في الحديد العلقات التطورية الكلام ده لو اشار لي في الجملة لحيطة الترابط ما بين الايه؟ العلاقات التطورية بالكينات الحقيق وبعضها لكن هو لم يشير لي؟ وخاصة ان ده بيدرس في اكتر من الحاجة يعني باستخدمه في التعرف على جين داخل محتوى الجيني وتحديد كميده وباستخدمه في درجة القرابة اذا دي انه المهجن ما بيستخدمش استخدام واحد فقط عشان اقدر اوجهه ناحية الاتجاه اللي انت عايزة تقولي له عليه ومن هنا السؤال دي اساسا زي ما انترك بقى لو صاد من تحت خط سؤال من الاسئلة التي لا وجودة لها لا كيميا ولا احياء ولا جلوشة فتضل طيب اختر؟ اختر؟ عند دخول بكتيريا الجسم؟ نعم من خلال جلح في الجلد؟ عند حدوث؟ عند دخول بكتيريا الجسم من خلال جلحة جلحة في الجلد فان الجسم يستجيب بالقاته واحد يقلل عدد كرات الدم الحمراء يقلل عدد كرات الدم الحمراء اتنين تشيل حين 2 بيتخلص من الخلايا المصابة بنتخلص من الخلايا المصابة 3 تنشيط خروج وعمل الانترفيرونات 4 ينشيط سلسلة المتممات تنشيط سلسلة المتممات تمام طبا أنا ممكن أقول لها عدولة الأجابة بعد أكيد منها طيب قولي لي أنت هيتجيبها يا أتجوي بايها وأنا أقولك صحيح الله انا اقول رقم اربعة. تنشيط سلسلة المتممات لانها تشارك في اه القضاء على الميكروبيات اللي دخلت من خلال. تمام كده. تمام. بس المتممات لا تعمل الا في وجود الاجسام. المضاد. تمام. اه. بس احنا بنفاش نقول انترفيرونات. لا ولا انترفيرونات ولا الا عدد كارات دم الحوراء. ولا كل ده لأ وحتى رقم اربعة مش 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 مستحبة قوي. الا لو تطور الامر واصبحت المناعة مكتسبة. يعني فشل خط الدفاعي التاني كمان. وابتدت تبقى المناعة عندي مناعة مكتسبة. اه. ماشي. شكري كان هذا على التصالي. يعني طب انا كان عندي سؤال تاني. اخر سؤال عشان ما هتاب بتزعلش مني. قولي سؤالك الاخراني. اه بيقول اوجه الاختلاف بين بوايدة البيتونية وبوايدة الفجير. اوجه الاختلاف بين بوايدة البيتونية وبوايدة الفجير. الفجير. شكرك اسمعيني بقى من التليفون. اخر ربنا يخليك انا بس. اخر سؤالنا هده اوجه الاختلاف بين بوايدة البيتونية وبوايدة الفجير. انا بوايدة البيتونية هي بوايدة في نبات زهري. خلاص? بوايدة على تركيبها ليه? لان ما عنديش تركيب بوايدة الفجير. بس اقول ان هي بويضة في نبات زهر مكانها بقى فين تمان اقول ان البويضة دي موجودة في تركيب الزهرة او في المبيض الزهر تمام لكن بويضة الفجير بويضة موجودة داخل الارشيجونيا طيب في حاجة تانية بويضة البيتونيا البيتونيا نشأت من انقسام ميوزي بينما بويضة الفجير نشأت من انقسام ميوزي ده يمكن اوجه الاختلاف ارجع لاسئلة مهتاب متحولش دخل على التليفون الا لما جاء اسئلة مهتاب متحول ينتج عن كل خلية اولية بويضة وتلات اجسام قطبي هو الهدف من كده ايه ان يكون اه اعايز اختزل عدد الصبيات للنص وفي بويضة واحدة بس ان هو ان يكون عدد افراد الناتجة يكون باعداد ايه هنا اه محدودة واقول ليه بقى انا عايز اكون باعداد محدودة هقول لازم اقول ليه اعداد محدودة لان الافراد الناتجة بالتكاثل الجنسي تحتاج الى فترات رعاية وفترات حضانة قد تمتد العدة سنانات طويلة ده لازم اقولها ده وده الهدف من السؤال علل لا تمر البويضة لمرحلة التشكل النهائي لان البويضة لا تحتاج الى تغير في شكلها فهي خلية تحافظ على نفس هذا الشكل وساكنة وساكنة لا تطلب منها مش هتنتقل من مكانه كم عدد نتوء مستعرض في العمود الفقري ما يجيش في الامتحان ان احنا مش رحيين نعد نتوءات مستعرض هم تلاتة وتلاتين فقرة لكن انا ديك في الرأس فقرة نموذجية ما لا تركيش دي عنقية ولا صدرية ولا قطنية ولا عجزية ولا عصعصية وبالتالي السؤال ما يجيش في الامتحان لانه انت ما تعرفيش تركيب الفقرة العصعصية اذا كان فيها نتوء مستعرض ولا ما فيهاش اذا ازاي اديكي سؤال في حاجة انا ما شرحت لكيش في المنهج كما عدد عظام الحوض كما ذكر في كتاب الوزارة يتكون الحزام الحوضي من نصفين متماسلين وكل نصف يتكون من ثلاث عظام ملتحمة هما عظمة الحرقفة وعظمة الورق وعظمة العالم شكرا ما هي تابعة على سؤالها ونرجع لأسئلتنا تاني يفرز هرمون البروجسترون قبل حدوث الحن من الغدى النقامية ولا من حواسلة جراف ولا من الجسم الاصفر من الجسم الاصفر تمام عندنا سؤال اخر بيقول من وظيف هرمون الاستروجين نمو الغدى اللبنية حدوث التبويض نمو بطمط الراحم نمو الجسم الاصفر نمو بطمط الراحم الطريقة التي تمنع تكوين البيضة في انسى الانسان كوسيلة لمنه الحن اقراص تعقيم جراحي واقي زكري لول الاقراص يتم اختزال السبغيات عند تكوين الحيوانات المنوية في مرحلة تضاعف نمو نضج تشك نضج يتكون اندوسبر من دماغ نواة زكريا من حبة اللقاح مع نواة البيضة نواة الانبوبية نواة الكيس الجنيني ولا نواة الخليتان المساعدة نواة الكيس الجنيني تسمى المناسة المناسة في السراقس باسم انسريديا طالع ولا ارشيجونيا مبيض ارشيجونيا لا يحدث تبادل الاجال في دورة حياة كسبورة البيع ولا الاسبروجايرة ولا الفجير ولا البلازموجا ما بيحصلش في الاسبروجايرة توجد الميتوكونديريا في الحنات المنوية في منطقة الرأس ولا العنق ولا القطع الوسطى ولا الذين القطع الوسطى يمكن تسمع دقات قلب الجنين بدءا من الشهر التاني خامس السابع التاسع الخامس يزداد حجم الخلايا عن تكوين الحنات المنوية في مرحلة تضعف النمو النضج التشاكل النهائي النمو كل ما يلي سوء للتقاصل الجنسي ما عدا لانشتار السنائي التجدد التبرعهم الاكتران الاكتران يحصل القصان المنوية الأول أثناء تكوين الحنات المنوية في مرحلة التضاعف النمو النضج التشكل النهائي النضج ينضج من مبيض المرأة خلال سنوات هناك خلي بالك من مبيضي عشانك بان برد السؤال ينضج من مبيضي المرأة خلال سنوات الخصوب والإنجاب حوالي بويضة كم بويضة؟ 100 200 300 400 400 من الكرة المبيضي يعصد الإخصاب عادة بالساديات عندنا في الراحم في المهبل في المبيض في قناة فالو في قناة فالو أثناء تبادل أجيال في النباتات الصرخصية بتكون من 2 نوت على الطر الجرسومي ولا الجرسيم ولا الأمشاك ولا طر المشاك على الطر الجرسومي تحتوي بويضة أنسى الإنسان على سيتوبلازم ونواة وتغلب بطبق رقيق ومتمسكة بفعل حامض اليوريك أسد أو حمد اليوريك حمد الهيدروك الهيالوريك الهيدروكربون الهيالوريك تتكون لقاحة في الكائنات الحية التالية ما عدا الأسبيروجايرة كسبارت البئر الأميبة البلازموديا الأميبة تنمو خلاء نبات الجزر في تجربة زراعة الأنسجة في أنبيب تحتوي على لبن جوز الهند معي تروجين سائل انزيمات هاضمة هيرومونات لبن جوز الهند تحتوي استمرت مين بأوراق كاس وأسدية الزهرة هالبازنجان أم الرمان أم الأرأة أم البلح طيب معانا شاهد من اسكندرية شاهد ازاي ربنا يخليك أخبارك ها الحمد لله تنبينيني على الفيزياء أخبار الفيزياء ايه الحمد لله الكويسة بالسرقة يعني ها وفيها أفكار فيها أفكار فيها طبعا لازم يكون فيه كل المستويات نعم فيه رشوية لازم يكون امتحان فيه كل المستويات كل واحد يلاقيه ها الحمد لله مستوى فيه يعني مابوض ماشي يا شهدي وليلي ايه اللي انت عايزها في الأحياء مستوى لخبذها بقلتم أول ساعة يعني مراحل نزج الميبيا والميبيا في نرقه خامس وفي شهر التاسع وقامل إنه هو رسم قطاع الميبيا أه تمام لؤ قبل البلوغ وبعد البلوغ قبل البلوغ بتبقى فيه مجموعة من الخلايا غير نامية ولا توجد حويصلات جراف كبيرة ولا توجد اجسام صفراء. ده قبل البلور. ده بس كده. بس كده. مبيض بسيط وسهل قوي. لكن البنت لما تبلغ تبتدي بقى المراحل دي. تبتدي تكون حويصلات جراف. بعدين تنمو يوما بيوما. كل يوم تنمو شوية. وبعدين تيجي في اليوم الاربعتاشر تنفجر. وبعدين يتكون من بقياح وجسم اسفر. وبعدين ازا حدث الاخصاب يستمر. واذا لم يحدث الاخصاب في الانكماش. فالرسمة لرسمية الاستاذة امل رسمة توضح كل مراحل التغيرات التي تحدث على المبيض اثناء التمانية وعشرين يوم. طيب انه في الشعر السابع. في الشعر السابع. مش هتبقى فيه حويصلات جراف ولا حويصلات جراف آآ خارج منها بويضة متحار منها بويضة ولا فيه جسم اسفر لان جسم اسفر خلاص تحلل. ما فيش غير شوية الخلايا. مجموعة خلايا اللي هتكون بعد كده منها البويضة في آآ ما بعد الحمل ان شاء الله. يعني مجموعة خلايا زي وزي قبل. مجموعة خلايا مختلفة في الحجم اكبر نوعا ما منها في مبيض انسة الطفلة. في انسة الطفلة خلايا صغيرة الحجم وتكاد تكون متساوية. لكن في انسة الانسان لا بتبقى الخلايا اكبر حجما ومختلفة في الحجم. بتبقى في حاجة اكبر من حاجة. اللي بيبقى عليها الدور تكون حويصل تدقل في حويصلات جراف او تكون البويضة يعني. او تماما. تمام. شكرا. اشكري. آآ شكرا لشاهد وانتمنى ان شاء الله كل يكون اتصالات كده تكون ناس مبسوطة ان شاء الله من امتحان الفيزياء. تحتفظ صمرة مين بوراي كاسو ازدية. الرمان. زارة اونا الرمان. بعد عمية الاخصاف في النباتات يصبح جدار المبيض من? سمرة. بزرة. غلاف سمرة. غلاف بزرة. غلاف سمرة. تتكون حبول لقاح في الموتك نتيجة حدوث انقسام. ميوزي فقط. ميتوزي فقط. ميوزي يليه ميتوزي. ولا ميتوزي يليه ميوزي. ميوزي يليه ميتوزي. تناقص افراز هرمون الاستروجينيو يمؤدي الى تزايد هرمون. FSH LH البروجسترون جميع ما صبر. LH. تمام. اه بمناسبة السؤال دوت كانت اه في سؤال ازاي تاني الهرمونات دي بتأثر في عمل بعضها. هقولهم تاني مجموعة الهرمونات الاربعة. عندما يتناقص البروجسترون يبدأ تزايد ال FSH ويكون في مرحلة بدء التكوين حويصلة جراف او نموة. عندما يبدأ تناقص ال FSH يبدأ تزايد هرمون الاستروجين الذي يفرز من حويصلة جراف اثناء نموة. وعندما يتناقص الاستروجين في اليوم الرابع عشر بسبب نطج البويضة يتزايد هرمون ال LH عشان يفجر هذه الحويصلة. ويكون من نتيجة خروج البويضة وتكوين الجسم الاصفر. تناقص ال LH يؤدي الى تزايد هرمون البروجسترون الذي يبدأ افرازه من الجسم الاصفر. مصير الجسم الاصفر ايه? اذا ما فيش اخصاب يبتدي ينكمش الجسم الاصفر. فيبتدي تناقص البروجسترون عندما يصل الى حد معين او مستوى معين منه في الدم يبدأ زيادة ال FSH من جديد. عشان كده تقع المرأة تحت تأثير مجموعة من الهرمونات في تزايد وتناقص. عشان كده ما عندهاش نوع من سبات الهرمونات داخل جسمها اثناء فترة الطمس. اسماء من البحيرة مش اسماء كاتت معانا من شوية اسماء. اسماء. ايها. تشابه اسماء ولا اسماء ده اسم جديد? انت اتصلت علينا مرة بكده. لا انا. ها? تشابه اسماء. خلاص ايه سؤالك يا اسماء? اه ليف عضلية في حالة انقباط تام. ليف عضلية في حالة انقباط تام. تتكون من عشرين خط زد. تتكون من عشرين خط زد. احسب عدد المناطق ايه? والمناطق ايه? واتش? والمناطق اي الكاملة? واي الكاملة? والقطع العضلية. والقطع العضلية? في الكطع العضلية ايه? في الكطع العضلية تمام. ايه حاجة تامية اسماء? ايه المسطلح. مسطلح? ايه. قولي. مجموعة من الالياف العضلية. مجموعة من الالياف العضلية. هي مدها ليفة عصبية واحدة. هي مدها ليفة عصبية واحدة. مبدئيا الوحدة الحركية. هي مجموعة من الالياف العضلية بمدها ليف عصبي واحد. ده تعريف الوحدة الحركية. نرجع لسؤالك الاولان يا اسماء. اولان الطمينة انت وكل زميلك هذه النوعية من الاسئلة ليست موضع سؤال في امتحانات السنوية العامة المصرية في الاحياء في حتة حساب عدد المناطق. ومع ذلك هجاوبها لا ربما نجدها في الامتحان. ليه في عضلية في حالة انقباط تام. وده بيغششني. انقباط تام يعني ما فيش اتش. تتكون من عشرين خط زد. اعسب عدد المناطق ايه? بمنهم عشرين خط زد هيحصلوا في بينهم تسعتاشر قطع عضلية. تبع عدد القطع العضلية تسعتاشر لان عدد خطوط زد عشرين. دي القطع. ولان عدد القطع تسعتاشر يبقى فيهم تسعتاشر منطقة ايه? تسعتاشر منطقة ايه? تمام كده? وصفر منطقة اتش. لانها في انقباط تام. فاختفت خلاص المنطقة شبه المضيق. اما اي فهي موجودة اي في بين كل قطعتين وبعض. طبع. ولان احنا عندنا دلوقتي. تسعتاشر. خط زد بتسعتاشر قطع عضلية يبقى يديني تمنتاشر قطعة اي كاملة. تمام كده اسماء? اعتقد اسماء ما انا? تمام يا اسماء. كده خلاص? تمام. اوكي اسماء. انا بشكرك اسماء على اتصالك. ان شاء الله موفقة. واحنا على تواصل مع بعض في الايام القادمة ان شاء الله. شكرك اسماء. اه كان عندنا اه النهاردة مجموعة اسئلة زي تناقص افراز المون الاستروجين. تفقنا ازاي بيتم. عندنا اذكر مثال لكل من. نبات يانتو امشقه بالنقصام الميتوزي. اه النبات المشيجي للفجير. كان حيوان نقاصم فيه لقاحة ميوزيا. اه الاسبيرو جايرة بعد اهدوث الاكترام. تمام. وحيوان انتب امشقه بالنقصام الميتوزي. ممكن اتكلم عن حاجتين. انا ممكن اتكلم عن حاصرة المن وممكن اتكلم عن زكرا نحة العسل. تمام. اوكي. اه نبات تتكاثر بالجرسيم اكيد نبات الجرسومة للفجير. اه قبل ما اختم الحلقة لازم اأكد عليكم. ان متبعدكم لحلقات مدرسة على الهوى وسر التفوق طوال الخمس ساعات او الخمس ايام. مهم جدا جدا جدا. لان المراجعة هنا بتبقى تشمل مجموعة من الاسئلة. بندربك عليها وعلى اسئلة البوكلت. في اختام الحلقات. وبشكر استاذة امل منير المتواجدة معنا باستمرار في جميع حلقاتنا. وبنشكر ادارة البرنامج والقائمين عليه. على هذا العمل المثمر. المفيد لكل طلاب السلام العامة. مبسوط معاكم بان امتحان الفيزياء الحمد لله جساء. يا رب باقي الامتحانات تكون ميسر عليكم. ونتمنى تكونوا موفقين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.